بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله. اهنا سهلا بكم في دقائق تجدد معنا اخر الفيديوهات اليوم اه المراجعة النهائية او ليلة الامتحان. ده اخر فيديو النهاردة ان شاء الله اه اللي هو هنتناول فيه اه بالتفصيل كل قاعدة من قواعد المنهج كله ان شاء الله بازم النام. اه متنساش في الاول انك لو بتشوفنا الاول مرة انك تدوس على السبسكرايب وانك تعمل لايك وشير للفيديو. تمام? اه الحاجة التانية انه خلي بالك معي في كل جزئية من جزئيات هنا لانه كل تدريب او كل سؤال بيتناول حتة مهمة جدا في القاعدة نفسها. فخلي بالك واضع الامتحان ان شاء الله. مش هيلاقي حاجة يطلع او يطلع برا الامتحان برا الحاجات دي خالص. مش هيقدر يطلع براهم ان شاء الله. لانه التدريبات الموجودة هنا في الكتاب لييلة الامتحان ده بتتناول كل جزئيات القواعد فارجوك تابع الفيديو من اول لحد اخره لانه ده مستقبلك وانه معظم الاسلة مش معظمها بس. لا كل الاسل ان شاء الله حتكون بكرة في اللجنة من الاسل اللي انت حتشوفها النهاردة في الفيديو ده. متنساش تعمل للفيديو عشان كل الناس تستفيد. ما تبقاش انت واحدك بس اللي بتستفات. تعالوا بس عشان نلحق نخلص الفيديو بسرعة. علشان لو في حاجة عايزين ترجوها بعد الفيديو ده في كم عاجة كده. تلحقوا بسرعة عشان احنا طبعا بدقين الساعة سبعة دلوقتي. اه ممكن فيديو طبعا يطول معنا. فهنا عايزين ننجز بسرعة. بسم الله مرحيم اول وحدة اللي هي بتتكلم عن ازمنة الماضي. في السؤال الاول بيقول معروف ان بيجي ورا حاجة عملا اتنين. اما تصريف تالت. اما بينه التصريف التالت. امتى تصريف تالت لو كانت مبنية للمعلومة. امتى بينه التصريف التالت لما تبقى مبنية المجهول. انا لو دورت اصلا مش حلاقي بينه التصريف التالت حلاقي تصريف تالت بس تبقى وخلي بالك. هو هنا جايب وراها تصريف تالت. والنحة التانية جايب ماضي بسيط. ليه بقى باعتبار ان دي زيها زي زي افتر واز سوناز لما بيجي وراهم هاد والتصريف التالي. يعني بيجي وراها الحدث الاول خلي بالك خلي بالك معي. عشان ممكن ان يعكس الكلام ده في الامتحان. يقول لك having done the shopping she started or had started. فمتقولش لا الله انا كنت مخلي بالي انه having بيجي وراها تصريف تالت. لا بالله عليك. عديني بقول لك من اول الفيديو. تركز في الاجابة اللي احنا بنختارها. وفي تكملة السؤال نفسه. تماما متخلي بالك في الاتنين. نوبر تو وصلنا متأخرين ساعة يعني الفيلم كان بدأ يبقى احنا وصلنا ده الحدث التاني. الحدث الاول انه الفيلم كان بدأ يبقى احنا في الجملة دي عندنا ترتيب احداث. وقلنا مليون مرة لما يكون عندي ترتيب احداث باخد هادو التصريف التالت اللي هو الماضي تام. وما ينفعش اخد ماضي تام الا ازا كان في ترتيب احداث. اهو. مش بالك على بلاطة بالبالة دي كده. مش بناخد ماضي تام اللي ما يكون في ترتيب احداث. وفي فاصل زمني كمان بين الحدثين. نوبر سري. وعندي كلمة بي فور. وقدام هادو التصريف التالت. يبقى انا عاوز هنا ماضي بسيط. امتى اخد ماضي بسيط? لما يكون وراها فاعل. لكن هنا غاب الفاعل. الفاعل غير موجود بناخد ناخد الفعل في عيني جيه على طول قول وهكزا. بالضبط زي كلمة ووراها ماضي بسيط يبقى الناحة التانية عاوز ايه? عاوز مادي تام دي. وراء ماضي بسيط الناحة التانية ماضي تام. يبقى 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 قبل ما اخد راحة يبقى هنا برضى معانا ايه? معانا ترتيب احداث. الحدث الاول اللي حصل ان هو خلص شغلوه. والحدث التاني ان هو اخد البريك. يبقى ممنوع ان احنا استخدم الماضي التام بكرره. وكل سؤال فيه ماضي تام حقول نفس الكلام ده. مش بناخد ماضي تام الا ما يكون فيه ترتيب احد هذا. رقم خمسة بيقول لما انا زرتها هي كانت مريضة او كانت تبدو مريضة. هنا ون ورا ماضي بسيط. الناحية التانية ممكن تيجي معك اي حاجة. معادل مضارع. ليه باجة لانو ده ماضي. ما يفعش ان احي دي مضارع وان احي دي ماضي. اوكي? طيب. ينفع عجول اللي هو ماضي مستمر وينفع عجول دي. يعني انت خلاص انت استغنيت عن هاز دي عشان مضارع و سيمز اللي اخرها اس دي مضارع. ففضلت معاك ماضي مستمر ومعاك ماضي بسيط. ناخد المستمر وانا اخد البسيط. الاتنين ينفعوا. بس لو خليت بالك الفعل اللي هو معناه يبدو. ده من افعال الشعور. من افعال الشعور. يشعر بانه يبدو او كده يعني. وافعال الشعور لا تقبل اضافة الاي اني جي ابدا. فتبقى الاجابة سيم ده. نمبر سيكس بيقول وايل اي. معروفة وايل. وايل معروف بهاجة وراها ماضي مستمر. والنحة التانية ماضي بسيط. فيجي حد يروح يقول للماضي المستمر اهو. وهو الفعل في اي اني جي. ويختارها ويجري كمان ما يلحكش يقرأ الجملة اصلا. نروح نقول له هو اصلا فعل بي اللي معناه يكون ده عمره ما بيضاف له اي اني جي. فعل بي من الافعال اللحظية او من الافعال التقرير ما كنت نسميه احيانا. يبقى فعل بي اللي هو معناه يكون لا يمكن ان يضاف له اي اني جي. ممكن امو از وار اجيب وراهم فعل فايني جي. لكن هو بي نفسه يضاف له اي اني جي. مش بيضاف له اي يجي الا لما يكون في مبني للمجهول. هقول وحط وراء تصريف تالت. بس دي الحالة الوحيدة. انك تشوف فيها كلمة انه كون وراء تصريف تالت. فهنا هناخد وراء ماضي بسيط. ونحط تاني ماضي بسيط. يبقى نقول وعندي كلمة هنا. خلاص. ومكتوب وراء ماضي ماضي بسيط. معظم الناس هتقول وراء ماضي بسيط. يبقى لنحط تاني هنا في ماضي تام. بس لو حضراتكم بسيطوا في الاختيارات مش هتلاقوا ماضي تام اطلاقا. هتلاقوا عندنا جزئين مكسومين. يا اما الكلام بيتمحور حول الفعل اللي هو ايت اللي هو ماضي. او الفعل المضارع اللي هو ايت. وانا بقول بفور ايو انت يبقى كلامي في الماضي يبقى لازم استغنى عن ايت دهي المضارع. يفضل معي حاجتين. الفعل وبعدين ظرف التكرار. وبعدين ظرف التكرار والفعل. مين في دولة الاصح? الاصح انه ظرف التكرار ياجي الاول وبعدين الفعل العادي. لانه فعل ايه ده? من الفعال العادية. امتى بقى بيجي ظرف التكرار وراء الفعل? امتى اه? زي في الشكل اللي انتو شايفينه قدامكم ده? لما يتغير الفعل ما يبقاش فعل عادي يبقى من افعال القوية. ايه? الافعال القوية دي يا مستر انا المرة اسمع الكلام ده. لكن في ناس انت بقى من اول السنة عارفة الكلام ده. بتقول انه الافعال القوية اللي هو فرب لو عندي بخليهم هما الاول وبعدين ظرف التكرار. لكن فعل ايه ده من الفعل العادية فبيرجع بعد ظرف التكرار. انا عندي كلمة هنا عندي كلمة قدامها ايه هنا? قدامها ماضي بسيط. الناحية التانية هنا يبقى ماضي تام. ده من الاسئلة المباشرة السهلة بتاعة اولى سنة وتالت عدد. يقول ما يكون عندي قدامها ماضي بسيط بناخد ايه? بناخد ماضي تام. عشان احنا هنقابل في حاجات تانية غير كده. نمبر ناين معروفة. دي بياجه وراها اي اني جي عادة تقول وقول وسؤال سهل جدا. البعدين هنا مكتوب ماضي بسيط. نفس السؤال الاول بالزبط. هنا في عندي اهو ماضي بسيط. وعندي هنا تصريف تالت مباشرة ما فيش ولا واحد في الاربع الموجودين هنا بياخد وراها تصريف تالت مباشرة الا هافنج. تمام? لانه هنا لو بدأت بهاد. ممكن اقول هاد اه صح. بس لازم اجيب فاعل. اقول هاد اي فنشت. لو عاوز تاخد هاد تقول هاد اي. انت اخد وراها اي اني جي. افتر بتاخد وراها فاعل وفاعل وكده ولو ما فيش فاعل يبقى يحط اي يجي مباشرة. يبقى مش هينفع معي غير هافن. بيقول الفين واربعتاشر دي. عدت او لسه جايات? عدت. القاعدة بتقول انه لما بيجي وراها تاريخ او زمن. عدى خلاص في الماضي بناخد ماضي تام. تمام? دي قاعدة سابتة لا تقبل التغيير ولا اصلا النقاش. لما بيجي وراها تاريخ عدى بناخد ماضي تام. لكن هممكن نستخدم مستقبل تام. اللي هي ول هاف ريتن. عارفين امتى? لما نقول باي ونجيب تاريخ لسه حياجي. الفين وعشرين آآ الفين خمسة وعشرين. الفين وخمسين كده يعني. طيب افتر هنا. ما فيش فعل وراها. يبقى بنعمل ايه? بناخد اي نجي على قدول من غير تفكير. في نمبر سرتين يعني عايزين نقول كانت تذهب لمدرسة سيرا على الاقدام. لما نقول وراها في في الماضي يعني لما يجي وراها خلي بقى من القاعدة دي. بنسميها حالة في الماضي. والحالة في الماضي معناها ان احنا بنجيب هنا ماضي بسيط. دور ريكيد هنا في الاختيارات دي كله على ماضي بسيط. ما فيش غير اللي هي بتعبر عن حالة من حالات الماضي البسيط. عشان نخير ايديك طبعا. يجي حد دي روح يقول لي لا هناخد نقول له لا انت كده ما حضرتش ولا حاجة من اول السنة اعتبر. لانه من القواعد المهمة اللي احنا قلناها لما يكون عندي كلمة وراها ماضي بسيط. اي ماضي بسيط? لا يا سيدي مش اي ماضي بس. حاجة واحدة بس. لو وراها فقط في الماضي. بعمل ايه? بروح لنا حالة تانية هنا اخد ماضي بسيط. ممنوع ان انا اخد ماضي مستمر. اياك تاخد ماضي مستمر. في نمبر فورتين وات. وين اي كول ديو. يقول لما انا اتصلت بيك ماذا كنت تفعل? يبقى حد كان بيعمل حاجة. خلاص? ومشغول لدرجة انها منعته عن شيء اخر. زي لما واحد يقول ايه? لما انت اتصلت بي انا كنت باخد دوش. خلاص? يعني. هاجي نقول اه لما كنت باخد ده اللي منعني ان انا اقدر ايه? ان انا اقدر ارد عليك في التليفون. فاحنا بنقول دايما لما تمنعك حاجة او لما يكون بتعمل حاجة مع بعض بناخد الماضي المستمر. ناخد ايه? ناخد ماضي مستمر. الماضي المستمر في دولة اللي هو وير يو دوينج. يبقى نقول له وات وير يو دوينج. او عتاخد ماضي تام. لانه الماضي التام بيستخدم مع ترتيب الاحداث. ترتيب الاحداث يعني نقول له ماذا كنت تفعل? وخلصت خالص? ثم بعد ذلك انا اتصلت بيك. طب لما هو اتصل بيه بعد ما انا خلصت ما رديتش ليه عليه? تمام كده? حسبك كده مع نفسك? ما ينفعش. يبقى لم ينتهي حاجة كانت تحدث باستمرار خلاص? وحدث شيء اخر. معاها في نفس التوقيت. يبقى شيء كان يحدث الماضي باستمرار الماضي مستمر. في نمبر بيقول مايستي دي طبعا اسم. اقامتي في فرنسا. اعلمت الكاسين من الكلمات الفرنسية. لو قلت ينفع اقول يعني اثناء اقامتي في فرنسا. تمام? لكن هنا مش هتنفع عشان هنا. حتى انا دي ماضي بسيط. تمام? فاحنا نقول ايه? نقول يعني اثناء حاجة تاني لو خدت يبقى معناها شيء كان يحدث والشيء التاني كان بيحدث معاه في نفس التوقيت. فمش هينفع. واحنا قالين ان اساسا بيجي وراها معروفة. خلاص? لكن ده موجود هنا لايه? اثناء اقامتي. نمر سكستين انا شاهدت حادثة او شفت حادثة. وادي وايل اهو نفس الكلام اللي قلنا في رقم خمسلاشر. وايل. ما جايش وراها اسم. جاي وراها اي ان جي. قلوا وايل قوينج. ما قلناش لعدم وجود فاعل. مفيش فاعل هنا. عشان مفروض اقول وايل وبجيب وراها ما دي مستمر. مفروض اقول وايل اي ووز قوينج. يبقى لابد ان يكون هناك فاعل عشان اخد ووز والفعل في عين يجي. نمر سيفنتين من الحياة الساهلة اللي كلنا حافظينا صمت انه لما بنبدأ الكلام بهاردلي بسكيرسلي اي واحدة في التلات عبارات دولة بنجيب حاجة كده مرتبة بنقول هاد والفاعل وبعدين التصريف التالت. ادي هاد والفاعل والتصريف التالت هاد اي سين. ما نفعش تقول اي هاد سين. تنفع لو انت بدأت بآي هاد سين وقاليت هاردلي في النص يعني. ما بدأناش بهاردلي. لكن لو بدأنا بهاردلي زي في الجملة رقم سبعتاشر دي بنجيب بعديها هاد والفاعل والتصريف التالي. نمر ايه التين. الجو كان مظلما عندما وصلنا للشاطئ لانه الشمس كانت غربت. كام حدث معاك هنا. الدنيا كانت ظلمة. وصلنا للشاطئ. الشمس كانت غربت. تلت احداث. التلت احداث دول فيهم ترتيب. فيهم حدث حدث الاول او هو اللي كان الاول. ايه هو اللي كان الاول الشمس غربت. ووصلنا الشاطئ واكتشفنا ان الدنيا ايه? ان الدنيا مغيمة. مين في دول الحدث الاول? انه الشمس غابت. الحدث الاول بياخد ماضي تا. شان ده بياخدنا الحتة اللي احنا بنتكلم عليها من اول فيديو اللي هي ترتيب الاحداث. يبقى نقول هاد جن اللي هو الماضي التاني. اللي بعدها بيقول وريد ان اعرف اسحى كده معي? صح صح شوية. صح صح شوية. دي بتكلم عن الماضي البسيط. فالمفروض ان انا ادور في الاختيارات انا ادور على كلمة يعني او الفعل خلاص? لكن بيقول لك انه لما يكون عندي كلمة بتدل على الماضي البسيط. متبوعة او مسبوقة يعني بتوقيت زمني محدد حددناه. يعني مقولناش لست نايت على كده. الليلة الماضية كلها وخلاص. لا. الليلة الماضية مبارح بالليل تحديدا الساعة ثمانية. يبقى ازا كان معاها وقت محدد. في الماضي بناخد ماضي مستمر. كلمة تدل على الماضي. ازا توقيت زمني سابت بناخد ماضي مستمر نقول نوبر تونتي بيقول ايجيبت كواليفايد مصر تأهلت. لنهايات كأس العالم. خلي بالك الجملة دي مهمة جدا. في اختيارنا. تمام? لان معظم الناس هتتلخبط في السؤال ده بالله عليك لاتخلي بالك معي وركز كده شوي. احنا لسه في اول الفيديو. سؤال بس مهم جدا. بيقول مصر تأهلت. سنة الفين وتمانداشر. وهي لم تتأهل منذ الف تسعمية وتسعين. يبقى شيء كان قبل ذلك التوقيت. قبل الف تسعمية اللي هو ايه يعني اللي هو قبل الفين وتمانداشر. لكن ايه في الفين وتمانداشر تأهلت. معظم الناس هتقول لا انا عندي كلمة سنس. وسنس بتاخد مضارع تام اللي هو نقول له لا بالله عليك لا تخلي بالك. ده ما انت بتاخد المضارع التام ده. المضارع التام يستخدم خلي بالك في استخدام مضارع التام. المضارع التام يستخدم مع شيء بدأ في الماضي. وله اثر مازال موجود. انت بتقول انها ما تأهلتش من الف تسعمية وتسعين. الكلام ده يناقض ان هي اتأهلت في الفين وتمانداشر. يعني معناها كده بتقول انه مصر ما رحدش كاس العالم من سنة الف تسعمية وتسعين. اما اللي راح الروسيا في الفين وتمانداشر. يبقى ايه معناها? يبقى نخلي بالنا. لما يقول سنس. ويجيب جملة قدامها. بتقول انه الحدث ده انتهى اثره. في السنة او من السنة او من السنوات اللي قدامها. نقول له مش لازم هاخد مضارع تام بقى. في الحالة دي هناخد ايه? هناخد ماضي تام. لكن احنا اصلا اصلا خلي بالك. لو الجملة دي اللي هي تاعت اه لم يتأهل اه في او زهب الى مندال روسيا اللي هي الجملة الاولانية دي. لو ما كانتش موجودة كنت هختار على طول اقول دايما بقول يعني انها لم تمطر ما مطرتش عندينا في الصعيد من سنة الفين واربعداشر. مسلا يعني. خلاص? فانا مش جاي بجملة قدام. لك لما تروح تقول لي مسلا في الفين واربعداشر ما مطرتش يعني. وراج يقول لك في الجملة اللي قدامها مطرت في الفين وتسعتاشر امطار غزيرة. يقول مش هينفع تاخد مضارع مضارع تام. في الحالة دي هناخد ايه? هناخد ماضي تام. يبقى الاجابة عشان تبقى واضحة اخر مرة بنقول. انه الجملة لو كانت بدأة من هنا وما كانش فيه الكلام ده كله. كنا هناخد مضارع تام. لكن الجملة هنا لما يجي اقول لم تتأهل منزو الف تسعمية وتسعين. امال الجماعة اللي راحوا روسيا دولة كانوا بيعملوا ايه? اللي هم في الفين وتمانداشر. يبقى كده ده عكس الكلام انت بتقوله ما تأهلوش من سنة الف تسعمية وتسعين. لك محمد سلاح والحاضرية راحوا في الفين وتمانداشر. يبقى ناخد ايه? ناخد ماضي. ناخد ماضي تام. خلي بالنا يا جماعة. احنا دايما لما بنلاقي سنس بناخد ماضي بسيط. اه ماضي اه بناخد مضارع تام سوري. لما بنلاقي سنس بناخد مضارع تام. سنس وفون. لكن الجملة هنا قدامنا لو خدناها لها مضارع تام يبقى كده الجملتين دول متناقضتين ولا يتصحي الاجابة كمضارع تام. والاجابة الصحيح هناخد ايه? ناخد ماضي. ماضي تام. دلوقتي بعد ما خلصنا من ازمنة الماضي اللي هي صعبة نوعا ما يعني لكن والله هي مع التكرار بتبقى كويسا. ندخل على يوني التولي بتكلم على ازمنة المضارع. اول واحدة بيقول يزيد عن اكثر من عشرين عام منزو ان سافرت خارج البلاد بيحناخد كلمته هناخد شانبي يقول وراها مدة زمنية بياجه وراها كلمته بياجه وراها وبعدين ماضي بسيط. وعاوزك تركز. مش هتركز في اختياره بس. لأ ركز ايه مكتوب وراها. يعني ممكن يكون مكتوب. ويجيب لك وراها كده يعني خلص خلي بالك. سامي ليس موجودا هنا. يعني سامي خرج ولم يعد. زهب ولم يعد حتى الان. اللي هي اسمها ايه? اللي هي اسمها هاز قن. لانه هاز وهاف قن معناها زهب ولم يعد حتى الان. عشان كده بيقول سامي is هنا. لا تستطيع ان تتحدس الى علي. عشان هو خرج. خرج ولسه ما رجعش يبقى نقول ليه بقى لانه ما بلاقي بيكوز وقدامها مضارع اللي هو كان اهو. بناخد مضارع تام. ما ينفعش اخد ماضي تام. خلوا بالكم كويس في الحياة اللي زي كده. لكن لو بيكوز قدامها ماضي بسيط. عارف اخد هاد قن دي امتى? لما اقول you couldn't. دي معناه في الماضي. فان كنت هاخد ماضي تام. لكن هنا بيكوز قدامها مضارع. فاخدنا مضارع. السؤال الرابع بيقول I haven't read the last chapter of the novel. haven't وراها اللي هي haven't وراها التصريف التالت ده مضارع تام. و haven't read ده مضارع تام من فيه. بقى بناخد ايه في الاخر بناخد كلمة يت اللي انا حتى الان. I my book. Can you help me look for it? عايز يقول انا ضاع كتابي ممكن تساعدني في البحث عنه لما يكون حاجة حصلت في الماضي ولها اثر ما زال موجودا بناخد مضارع تام. بلص زود عليها ان احنا ما عندي ناش كل مدالة هنا او توقيت زمني ثابت مش كل مدالة ما عندي ناش توقيت زمني محدد او ثابت في الماضي يعني مش مكتوب yesterday ومش مكتوب last ومش مكتوب مسلا ago لو كانت مكتوب اي وحدة في الكلمات البندل على الماضي البسيط كنا هناخد ماضي بسيط. طب هو اصلا ما فيش ماضي بسيط في الاختيارات في ماضي تام. ليه ما اخدناش الماضي التام يا سيدي لانه ما فيش ترتيب احداث. ما فيش حدسين حدس حصل الاول وبعدين حدس التاني. لا ده حصلت انه كتاب وضاع. الحاجة التانية دي انه بيقول له ممكن تساعدني في ان انا دور عليه. مش بيقول له في حدس تاني وراي يعني ولقيته في مكان كزا. خلاص? طيب نمبر سيكس بيقول اخويا كلمة بتدل على المضارع التام وناخد نمبر سيفن اي فور سري اورز ناو. لما يكون عندي كلمة ومعاها ناو بنسميه مضارع تام مستمر. ما ينفعش اقول اي هاف رد. اقول اي هاف رد لما يشيل كلمة ناو. اقول اي هاف رد. انا قرأته فور سري اورز لمدة ثلاث ساعات. فور ومعاها كلمة ناو بتاخد مضارع تام مستمر اللي هو هاف او هاز بين والفعل في عين نجي. ويني نيوز عباوت زم ليتلي. وعندي كلمة ليتلي هنا بتتكلم على المضارع التام معروفة يبقى اما هزنت او هافنت لكن احنا بدقين بوي فبناخد هافنت. طيب في سؤال رقم تسعة بيقول ماي انكل من هسبيتال في المستشفى فور اصحى اصحى خلاص سهلة دي. فور اهي فور وراها مدة زمنية طيب لما عندي فور يبقى هاخد مضارع تام في نمبر تين بيقول هذا اكسر فيلم ممتع يعني معروفة سهلة جدا لما نقول وراها صيغ التفضيل بناخد وراه التصريف التالت اسميها معناها بالعربي هذا اكسر فيلم اصارة شاهدته في حياتي. ما تقولش نيفر ها? طيب رقم احداشر بيقول وعندي كلمة وراه هنا فيه ماضي بسيط لما بياجه وراها ماضي بسيط بتاخد مضارع تام نقول هل انهيت البحث? قال له معروفة انها ليس بعد اسميها نوت يت. نوت يت يعني معناها ليس اه حتى الان يعني خلاص? طيب نمبر سيرتين بيقول ماي انكل هذا تاكسي درايفر فور تين ييرز. لمدة عشر سنوات. يجي حد للعجلة ايه دي فور? جميل. هرأاخد ايه? اخد مضارع تام. لأ كم من الجراية بجعل? احنا قلنا بجعل مش الواحد بيمسك في الكلمة الدلة وخلاص. زي في السؤال اللي كان في في الوحدة الاولى. مش معناه ان انا لقيت كلمة سنس يبقى حاخد مضارع تام على قول. لا الكلام ده مش مصبت. وهنا مش معناه ان انا شفت كلمة يبقى حاخد مضارع تام. لازم اكمل الجراية يا جماعة. الجملة اللي وراها اكيد لها لازمة. اكيد هو مش جايبها من فراغ او هباء كده يعني. يقول نا هو هو الان يعمل تعرف لو ما جابش الجملة اللي ورا دي. كنت هاخد انا ومغمط. ليه بقى? لانه المضارع التام يعبر عن شيء بدأ في الماضي وله اثر موجود. موجود. هقول عني كان شغال سواء لمدة عشر سنين وما زال يعمل حتى الان. لكن هو بيقول لك ايه حتى الان دلوقتي يعمل في مصنع ملابس. يبقى خلاص انتهت. ده لما انتهت يبقى ناخد ماضي بسيط. يبقى الشيء ازا بدأ في الماضي وانتهى وليس له اثر بناخد له ماضي بسيط. بدأ في الماضي وله اثر موجود ناخد مضارعتها. بعد حادسة اه سيئة او كبيرة. عايز نقول حدست في طريق الاسكندري. ممكن حد يقول حدست. اقول له والله برافو عليك. حدست وانتهت وخلصت في الماضي. اه برافو عليك. طفين الكلمة الدلة هنا او التوقيت الزمني المحدد في الماضي. قلت يا استردينت. قلت تين اوارز اجو. قلت لاست نايت. ما فيش اي كلمة بتدل على الماضي يبقى ما ينفعش ااخدتك. طالما ما عنديش كلمة دلة بناخد مضارع تام. ما عنديش توقيت زمني محدد بناخد مضارع تامة جميعا نقولها مليون مرة. ده اللي بيفرجها ما بينها ما بين الماضي البسيط. الماضي البسيط بيحتاج توقيت زمني محدد. خلاص? لكن المضارع التام مش بيحتاج توقيت زمني محدد. ممكن يبقى معاري ماشي. لكن توقيت زمني محدد نقول له لا ده بياخد الماضي البسيط. وانا عندي هازو التصريف التالت. ومكتوب وراها هنا هزي تشايلدهود. فانا عاوز ياخد اما سنسي اما فور. لكن طفولته اقول سنس هزي تشايلدهود. منزو طفولته. ما اقولش لمدة طفولته. لانه هزي تشايلدهود دي نقطة بداية حدث. وليست مدة استغرقها الحدث. تعالوا باجه نروح لقاعدة من القواعدة سهلة اللي معظم الناس بتعرف تحل فيها وحسها سهلة ان شاء الله. بس انا بستعرف لما بلاقي حد بيقول انها صعبة. ان شاء الله بعد من حل كام تدريب ده بازن الله. هتحس انها سهلة جدا. السؤال الاول بيقول اي كانت سي يو ليتر زيس اجرى الجملة كده كويس بيقول له مش حقدر اشوفك النهار ده ببقى. في حاجة عندنا اسميها المبررات. اول مرة تسمع عنها. طيب ماشي يا سيد. لو اول مرة تسمع عنها المبررات دي معناها ايه بقى? معناها انا مش هقدر اجيلك النهار ده لانه انا هعمل كزا. مش هقدر اعدي عليك علشان معاي واجب. انت دلوكي بتقول مش هقدر اعدي عليك. السؤال هنا. ما هو المبرر بتاعك اللي يمنعك من انك تعدي علي في البيت او انك تيجي نروح مسلا للسينما او اي حاجات. ان انا بعمل الواجب. المبررات تستخدم مضارع مستمر. خلاص. قاعدة دي سابتة. المبررات تستخدم مضارع مستمر. طب جيت ادور في الاختيارات وما تجيتش مضارع مستمر. تاخد مستقبل مستمر. اللي هو اول بي والفعل في عين يجي. يبقى ازا كان عندي مبرر بناخد مضارع مستمر. بيقول له مش حد انا شوفك النهار ده. خلصانة دي. مش عاوزة كلام. تكتبك كده فورج عندك. عند المبررات بنستخدم مضارع مستمر. زي ازار تيمز بلايرز. لعيب الفريق الاخر ار فيري بيك. اصحى معي بقى. ده من الاسئلة برضو اللي بيتدائق الناس عشان بتفكرك بسؤال لعيبة اللي هو بتاع السنة اللي فاتت بتاع الفين وتسعة داشرة. بصوا جمعين. الصفة هنا هي دي اللي بتفرج. هي اللي بتحكم. الصفة هنا كلمة بيك. بيك دي معناها ضخم في البنيان يعني الجسم بتاعه ايه? بيك. ضخم يعني. فكلمة بيك دي ليست من الصفات المؤقتة. دي من الصفات الدائمة والصفات السابتة. زيها زي كلمة طول. ضويل. خلاص? زي زي كلمة فاست. سريع. هو كده سريع. خلق تربنا سريع. خلق تربنا بيك. فيه ناس بتلاقيها كده ضخم وفيها تلاقيها سفرود كده يعني. فدي من الصفات السابتة الدائمة وليست من الصفات المؤقتة. طب ده هيفرك في ايه مستر. ازا كانت الصفة اللي هنا صفة مؤقتة. اسمع المعلومة دي مش هسمحها في حتة. ازا كانت الصفة اللي هنا دي مؤقتة. يتدربون جيدا. لديهم مدرب جيد. اصلا مدرب ده مش هيقعد على دول. مدرب ده بيقعد وبيمشي. خلاص. بروحوا يعجي غيره. اه نقول مسلا يمارسون الكرة بمهارة. ازا كانت الصفة مؤقتة. مش زي دي طبعا. عشان دي الصفة دائمة. ازا كانت مؤقتة بناخد قوينجيتو. ازا كانت الصفة سابتة ودائمة زي الطول والحاجم والحياة اللي زي كده والسرعة والزكاء. دي اسمي اصفات سابتة لوحد مخلوق بيها او مولود بيها. يبقى بناخد معها ويل. خلي بالك في المعلومة ما قلت دي سجلها. ازا كانت الصفة مؤقتة بناخد قوينجيتو. ازا كانت الصفة دائمة او سابتة بناخد ويل. زي هاف جود زي تيكتز. هم معهم التزاكر. زي تو فرانس. راحين فرنسا يبقى نقول زي آر فلاينج. ليه? لانه الحاجة دي يعني بتعبر عن عن نية نوع. نوعين يروحوا فرنسا. ايه اللي قال لك ان هما نوعين? ان هما معهم التزاكر. فمش هينفع ناخد طب ما هي بتعبر عن نية. بنقول له ناكسة يا سيدي لازم يكون جدام اه اسحى بقى للكلام لازم يكون فيها ام وازو ار. طيب في نمبر بيقول بيقول ما شفتش ابن عمي في انجلترا او بنت عمي يعني عشان هو بيقول او ما شفتش ابن عمي في انجلترا لمدة خمس سنوات. يعني ليه خمس سنين ما شفتهاش. ايا مشور انا متأكد. شيء قلط. متأكد ان هي لما هشوفها ان شاء الله المرة الجاية هتكون كبرة. هناخد في الجملة دي مستقبل تام. ليه مستقبل تام? لانه المستقبل التام بيعبر عن شيء سوف يحدث في المستقبل قبل حدوث شيء اخر. يعني هيحصل في المستقبل. اه. بس قبل توقيت محدد في كده ليه مكان هيوقف عنده. لابد ان يعطي هذا التوقيت. اللي هو ايه التوقيت المحدد هنا? لما اشوفها. لما يشوفها المرة الجاية. فلما يشوفها المرة الجاية هتكون كبرة او يعني اه نمت يعني او كده. اللي هي معناها كبرة يعني. تمام? فدي معناها انه الحاجة دي هتحدث في الماضي. لكن قبل توقيت محدد اللي هو لما يشوفها. خلاص? لكن عارف لو كانت في آآ سوري في المستقبل. لو كانت حاجة هتحدث في المستقبل كده على طول. وملهاش توقيت محدد تحدث قبله ولا بعده ولا الكلام ده كله ناخد مستقبل بسيط نقول تمام? كان ممكن اخد لو ايه? لو ما كانش جاي بالجملة اللي قدامها دي. اقول ايام شور. تمام? لكن احنا استخدمنا المستقبل التام. لانه سوف تحدث قبل توقيت محدد. نومبر فايف بيقول it's very hot in the house. جو حرر في البيت. فاتخذ قرار سريع بانه يشغل ايه? يشغل التكييف. القرارات السريعة بتاخد ويل والمصدر. this time tomorrow من الحياة المهمة والمتوقعة بنسبة كبيرة في الامتحان. tomorrow بتكلم عن اي مستقبل. لكن لما يقول this time في هذا التوقيت. الساعة تمانية. خلاص? مسلا اقول بعد الصلاة بكرة. تمام? يبقى لما اقول او اقول بعد الامتحان بكرة. يبقى انا قلت بكرة لغدا ومعها توقيت محدد. ازا كانت عندي كلمة بتدل على المستقبل ومعها توقيت محدد بنستخدم زمن اسمه المستقبل المستمر. اللي هو بيتكون من بي والآي اي من جي. لكن في معلومة قلناها في الوحدة الاولى. قلنا لو عندي كلمة بتدل على الماضي ومعها توقيت محدد بناخد ايه? بناخد ماضي مستمر. فهم الاتنين بياخدوا ايه? مستمر. بس واحدة بتاخد ماضي لو كان جدامها توقيت في الماضي. هو واحدة بتاخد مستقبل لو معها كلمة زي كلمة بيقول طبيب عيون لما يخلص في المضارعة لما ان شاء الله يخلص دراساته كلمة دي خلصت الكلام خالص معناها تعداد سكان مصر يعني حيزيد او حيقل انا ما عنديش اي دليل على الكلام ده وبقول في رأي شخصي يبقى اسمه تنبؤ مع عدم وجود دليل او رأي شخصي بياخد مستقبل بسيط. انا سوف اخبرك از سون از ركز بجمعي. انا عندي هنا فمعظم الناس بتتلخبط في الحتة دي. مش معظم يعني لا هو عدد قليل من الناس ممكن يغلط في الحتة دي. مش كل ما اشوف از سون از او افتر او بيفور وحياتل زي كده بيبديل على ازمنة الماضي وازمنة المضارع والكلام ده كله. لا. ممكن تعمل على انها الرابط من الرابط الزمنية. امتى بقى ازا كان قدامها مستقبل. ادي از سون از. المفروض اني بياجي وراها هادو التصريف التالت. على اصلاح از هنا جيبها لك تحت النقاط على طولي. انا شاحتها متجراش. تختارها انت هو مغمض فتطلع غلطان. فهو اتعمل كده في الامتحان. او عم تجراش جملة بالله عليه. ده ازم تجراش كويس. از سون از من المفروض اني بياجي وراها هادو التصريف التالت ازا كان قدامها ماضي بسيط. اللي قدامك ده ماضي. ده اهل المستقبل. يبقى ازا كان هناك رابط زمني. مسبوقة بمستقبل. بناخد وراها مضارع بسيط. نقول الرايف. يبقى بيدل على المدارع البسيط. انا اتوقع. ازا يعني اعد الامتحان نهائي بتقديرات او بترتيب يعني بيبقى ده تنبؤ مع عدم وجود دليل. كل الناس بتقول له انا هتنبأ ان انا هطلع الاول. انا هطلع زويل. ما كل واحد بيقول اللي يعجبه خلاص بدا تنبؤ مع عدم وجود دليل ناخد مستقبل بسيط. في نمبر بيقول يتنبأ العلماء زت موبايل فونز انه الموبايل سمولر انزا مدام بيتنبأوا بحاجة ما عندهم مش دليل عليه يبقى مستقبل بسيط. في اتنين مستقبل بسيط هنا فيه والميك والبي ميد. التليفون سوف يجعل نفسه اصغر ولا سوف يجعل يجعل مبنيه المجهول يبقى والبي ميد وركز وخلي بقى لك في موضوع المبنيه المجهول ده. المعلومة البعضية في رقم اتناشر او السؤال البعضية بيقول باي ورا تاريخ عدة قلناه في الوحدة الاولى بتدل على الماضي تاني. باي ورا تاريخ لسه هاياجي دي بتعبر عنه هال المستقبل التام. اللي هو والهاف والتصريف الثالث. في عندي والهاف والتصريف الثالث وفي المجهول بتاحا الا والهاف بين والتصريف الثالث البترول والفعل معها البترول يستبدل ولا البترول يستبدل بطاقة النظيفة. باي ماي ففتس بيرس دي. هادي باي تانية سيدي. وعيد ميلادي الخمسين اللي لسه هاياج. يبقى باي وراه حاجة لسه حتاجي في المستقبل بناخد ويل هاف والتصريف التالت. بيقول ايه ده مستقبل تان. ويل هاف وراه تصريف تالت. اللي هو المستقبل التان. مستقبل التان في رقم اتناشر وفي رقم تلاتاشر مرتبط بكلمة واحدة اللي هي كلمة باي اهي. يبقى هنقول باي ناين قبل الساعة التاسعة. خمسة عشر بيقول اي هاير اكار. تو ترافل راوند لندن. هاستأجر السيارة عشان اه لافلف كده في لندن. زيس از ماي انتنشن. مدام انتنشن. زي هزي الكلمة اللي فوق ما قلنا زيس از ماي بلان. هزي خطتي. يبقى البلان والانتنشن بتاخد قوينج تو. ام قوينج تو. سكستين بيقول ازاق قبل. قبل معناها الزوج او السنائي. مريد نيكست ويك. يتزوجوا الاسبوع الجاي. واحنا عارفين انه حفلات الزفاف وعادة الميلاد دامن بتاخد مضارع مستمر. اضف الى ذلك انه هو مكمل كلام بيقول. يبقى احداث مرتب لها. يبقى بناخد مضارع ناخد مضارع مستمر. وخلي بالك. لو ما كانش في عندي كلمة نيكست ويك هنا كنت حقول على طول. ما فيهاش كلام. ليه بقى? لانه هي التركيبة بتاعة لا تحتاج الى كلمة دالة او توقيت زمني سابق. خلاص? شف الجملة دي اللي فوق. بيقول ما جالش نيكست ويك. ما جالش ما جابش توقيت سابق. لو جاب توقيت هنا محدد كنت اخد مضارع مستمر. لكن هو هنا جايب معها توقيت اللي هو نيكست ويك روح تخليتها ايه? هليتها مضارع مستمر. لو شال نيكست ويك ناخد جوينجي تو جيت. دايب سيفنتين بيقول اي انتل واحنا تكلمنا عن انتل في الوحدة الاولى بتاعت الماضي. لما كان وراها ماضي تام خدنا قدامها ماضي بسيط. هل هنا انتل لأ سوري قصدي لما كان وراها ماضي تام هنا مش ماضي مش ماضي بسيط. انتل في الوحدة الاولى بياجي وراها ماضي تام وقدامها ماضي بسيط. لكن هنا جاي وراها ايه? ماضي تام? لا. جدا مضارع. مضارع بسيط. يبقى انتل لما ياجي وراها مضارع بسيط لازم يحطه قدامها مستقبلا. بس غالبا بيبقى ايه منفي اقول ايه انا لنقو غادر اتين بيقول ايه تينكيورتيم اعتقد اني فريقك زا نيكست ماتش حيفوز المباراة الجاية عندك دليل? لا والله ما عندي دليل يبقى ده تنبؤ مع عدم وجود دليل ناخد والمصدر. نمبر ناينتين قادر جعنا تاني الباي. ومش بيقول لاست منس بيقول نيكست منس. وما لو كان جال لاست منس. لو جال لاست منس كنا ناخد ماضي. ماضي تام اه? لكن بيقول نيكست منس يبقى باي وراه حاجة هتحصل في المستقبل. بناخد مستقبل تام. حفزناها سم. والهاف بين مرد. ايه مرد دي? مرد على فكرة مش تصريف تالت. مرد دي صفة هنا. معناها متزوج. هادي ويل. وادي هاف. وادي بين التصريف التالت. ودي مرد صفة. خلاص مهاش دعم. طيب. نمبر توينتي اخر سؤال. ويا رب بكون ان شاء الله فهمته آآ زمنة المستقبل او. طفلي الصغير. هيبقى عنده ثلاث سنوات نكست فرايدي. الحقيقة المستقبلية بتاخد ويل والمستقبل. معروفة كنا دايما بيقول ابوي هيبقى عنده خمسة وسبعين سنة مسلا الشهر الجاي كده يعني. اللي هي بتبقى المصدر اللي هو المستقبل البسيط. نروح دلوقتي على واحدة من الوحدات السهلة اللي معظم الناس بتحل فيها كويس ان شاء الله اللي هي بتاعة لما ضمائل الوصل. بيقول وما ده حرف جر ان يبقى لازم اخذ وراها ممثل ده عاقل صلاح الدين اللي عبدو صلاح الدين كان بيرفكت يبقى نقول هو. هي وز امان. هو كان رجل. تو هاف اجريت كاريج. حلي بالك. هو بيقول هي از امان ولا هي وز امان. هي وز امان. يبقى كلامي هنا في الماضي ما ينفعش ابيرز. بيرز ما تنفعش. طيب ينفع نقول هي وز امان هي ابيرد. ما ينفعش ناخد هي. ليه بقى? لان احنا اصلا بنستخدم ضمائل الوصلة وبنحزفها او كده لعدم تكرار الفاعل او لعدم تكرار الاسم نفسه. ما ينفعش اقول امان هي. ما يقول منا شيء ما ينفعش. فتفضل معي نقول هو ابيرد. هو كان رجل هو ابيرد كان يبدو يحمل شجاعة او لديه شجاعة كبيرة او عظيمة. تمام? نمبر فور اللي هي بلدنا اصلا فيها الكثير من الاسر. ده طبعا اللي هو المكان. خلاص? طيب انت ممكن تقول لكن هو هنا بيوصفها. يبقى المكان ممكن ياخد ويتش وممكن ياخد ويتش. ازا اتكلمنا عن وصف المكان يبقى دي بياخد ويتش. لو كنا بنتكلم على الوظيفة بتاعته كنا هنقول ايه? كنا نقول وير. ضعيب. بعدين بيقول سهة. فازر is well known writer. عايزين نقول سهة. اللي والدها بيبقى نقول هوز. اما يكون في عندي اسمين واربعات بناخد هوز. مستر داي من امس اي بلايد افوتبول جيم. انا لعبت مباراة. ميد مي تاير. المباراة خلتني متعب يبقى نقول ويتش عشان المباراة غير عاقل. هي لفت فور الكزندري. غادر الاسكندري. تجه يعني الاسكندري. زا سيتي هي لفز وعندي ان هنا يبقى نقول يبقى نقول ويتش. ضيع الكتاب الكتاب اللي انا سلفته له. بس ايه اللي جاب ات? ما تنفعش. عشان ما ينفعش اقول زا بوك وات? ينفعش اقول مونة وشي احمد وهي. بتكرار? ما ينفعش. طيب ينفع بوك ياخد هو? ما ينفعش. طيب ينفع نقول الكتاب نفسه سلف. ما تنفعش. فهي اصل الجملة. هي لاصت زا بوك ويتش ايلنت. وروحنا حزفنا ويتش اللي هو ضمير الاصل لانه بعدها فاعل. فقلنا هي لاصت زا بوك ايلنت هم اللي انا سلفته له لاصت ويك. نمبر ناين بيقول زا بوكس الكتب باقي نجيب محفوظ عايزين نقول الكتب. كتب دي كتبت ولا كتبات. كتبت. يبقى عايزين مبني المبني المجهول. زا بوكس. ويتش. راح اجال لك لما يكون عندي مبني المجهول ممكن احزفها ضمير الواصل والفيرب تو بي. وحط مكان التصريف التالت واحده بس على كده. فتبقى ريتن زا بوكس ريتن باقي نجيب محفوظ تحولت ايه لقفلة. نمبر تن بيقول ماي انكل وينتو اسكول. عمي وانا جاب الوظيفة بتاعتها مش الوصف بتاعها فاخدنا لكن عارف لو كان بيتكلم عن وصف بتاعها بيقول نظيفة جميلة كبيرة من خمس دوار كنا عم نقول طيب ووتر ادام عايزين نقول الماء الذي يمر عبره السد ينتج الماء الذي يمر. الذي يمر دي مبنيه للمعلوم. يبقى نقول الووتر. ويتش از باسنج. دي ويتش باس ما تنفعش. خلاص? طيب في الماضي ما نفعش في الماضي. ويتش باسنج نقصها كلمة از. طيب اما لعمل ايه? قال لك لما يكون اصلا ويتش از وراء فعل في اين يجي بنروح اسفينة دات الواصل. والفيرب توبي ونخلي الاين يجي واحده تبقى باسنج. معناها دي ويتش از باسنج. طيب. زا الاجانب. stay اللي اقامتهم. stay دي معناها مش معناها يقيم. مش معناها فعل دي. خلاص? هنا جاي بايه? باسم. stay ended. يجي حد يروح يقول لي طب انا عارفها ازاي ان شاء الله ده فعل والاسم. ما مش معقول يبقى في فعلين وراء بعض. يعني يقيم ينتهي. تبقى الاقامة تنتهي. طالما في اسم يبقى نقول هوز. الاجانب اللي اقامتهم. نمبر سيرتين بيقول زي سيد سامسنج فيري كريول. قالوا شيء كريول. وقح يعني. I think they should احنا عندنا هنا ومعاها اربع حروف جر. حرف الجر يتم اختياره بناء على ايه? بناء على الفعل اللي موجود بعدها. ادي ايه دي كلمة ابلوجايز. ابلوجايز ايه حرف الجر اللي بيجي وراها يعتذر. بيجي وراها فور يبقى نقول فور ويتش. نفس المسال اللي بعديه هو هو نفس الكلام. بيقول شي اسكد مي ويرا هاد بين. طب انت عندك هنا مع اربع حروف جر. بيجي وراها ايه? يقول يعني يرد على يبقى نقول تو ويتش. تمام? بناخد على الفعل اللي ورا النقاط. او ورا الضمير. هي لا تصطيع ان تقرر لا تصطيع ان تقرر ما الذي سترتديه. ما اللي هي كلمة ايه? اللي هي كلمة وات. ضيب. مسس ايمان هاز جوت هير بي اتش دي. حصرت ادريت الدكتورة. وي اول كونجراتوليت هير. احنا هنا جايبين في الاربع اختيارات. كلمة ويتش. ومعها حروف جر. طبعا ويتش على كده مش هتنفع. تمام? فبنقول الفعل اللي بعديه هو كونجراتوليت. واحنا ديما بنقول كونجراتوليت اون. يبقى نقول اونويتش. طيب ايضون تبليف لا اصدق. هي سيز لا اصدق ما قاله. ما نقول ما يقوله. يبقى نقول كلمته كلمة وات. زي الماكينات او الالات الكهربائية. ان جابان التي تصنع في اليابان تستخدم في كل مكان. عايزين نقوله هنا زي. ار. فقال لك لما تكون الجملة المبنية للمجهول بنحزف ضمير الواصل. ونحزف ونخلي التصريف التالت واحد وتبقى. اعتذر. عايز يقول ما حدثك انا خضائي نقول ايه نقول وات. في صباح الباكر. صبح بادر يعني هو افضل وقت. لو ما شفتش كلمة هتختاره ون. لكن انا عندي اين اين? ليبقى هاخد ايه? هاخد القاعدة بتاعة الوحدة الخامسة دي من اجمل قاعد اللي هي بتاعة اللي هي اجزاء الكلام. اللي هي بتاعة وال والحياة ازا كده. واتش واث 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 في نمبر واين بيقول كان في ززال في المدينة. هاوس دي مفرد. اسم مفرد يعاد. هاحد عايز يقول كل البيوت اتدمرت. هنقول له كل بيت في المدينة اتدمر فهناخد افري. الله. طب ليه ما قلتش اول يا مستر? ليه ما قلتش اول? اول بياجو وراها حاجة في الاتنين. يا اما اقول اول وراها اسم مفرد لا يعد. اسم مفرد لا يعد. طب هاوس ده? يعد ما ينفعش. او ممكن ياجو وراها اسم ايه? اسم جمع. اسم جمع يعني بيعد طبعا عشان جمع. خلاص? فاول مش هتنفعين عشان هاوس ده اسم مفرد يعد. فنقول افري هاوس. طيب مفرحش نقول بوس عشان مش اتنين وما نقولش نص بيت. I want to eat. ميت او فش عندك ايه دي? او يبقى تاخد ايزر. وبيقول عليها ايزر احيانا. اكيلوميتر. اسئلة الويركبوك دي المكررة. بيتنا يبعد مسافة نص كيلومتر. بقى نقول هاف اه. اوعى تقول هاف اه. مع التعبيرات بتاعت الكميات دي او المسافات. اوعى تحط اف مش بناخد اف. طيب number four. the information. that you need is on the internet. كلمة information ده اسم مفرد لا يعد. يبقى استخدم كلمة ايه? استخدم all. كل المعلومة. يبقى دايما نقول بياجي وراها اسم مفرد. لا يعد والفعل بيكون مفرد is. I'm enjoying my new job. استمتع بوظيفتي because day. عايزين يقول كل يوم. كلمة داي ده اسم مفرد يعد. فتاخد افري. اوعى تقول اول. اوعى تقول اول. حاجة عاد كل شوية اكرر نفس الكلام. اول بياجي وراها اسم مفرد. لا يعد. وكلمة داي مفرد. بيتعد. فمينفعش ناخد اول. الجنيني. اصدقائي. انا واصحابي. كان تيك افروت. ناخد فاكة. احنا عايزين نجيب كلمة هنا. تنوب تنوب كضمير يعني ها? كضمير عن اي وماي فرينز. فمين في دولة اللي بيعمل كضمير? انا طبعا بفكر ان انا اختار ما بين ايتش وما بين افري. فعمل اقول اصحابي وانا عدد قليل والعدد كسير تاخد ايتش لو عدد قليل لو عدد كبير تاخد يعني معناها لو احنا اتنين طب لو اكسر من اتنين تاخد افري لا ما اتعبش نفسك بالكلام ده كله. عمرو في الامتعان يحطك في موقف زي كده. امتى يحطك في حتة زي كده يقول لك اختار ايتش و ايفري لما يجبها لك هنا. زاد? ويقول لك ايتش ماي فرينز ان اي او ايفري ماي فرينز ان اي. عن طوب فيها دي. لكن انا عايزين نجيب ضمير مين في دولة بيعمل كضمير ايتش ولا ايفري ايتش تعمل كضمير يا نوب عن مي فرينز ان اي. زير ار تو هوتلز في فندقين. بدام اتنين يبقى ناخد بوث. اوف ماي بيرانت. بيرانت اللي هم والدية. ار ات هوم توداي قاعدين في البيت. اتس اهولي دي. عايزين نقول كل من والدية والدية دول كم واحد اتنين. بابا وماما اتنين دولة. اتس اهولي دي وقاعدين في البيت يبقى نقول ايه? بوث. لكن لو قلنا هم في الشغل. النهاردة اتس نوت اهولي دي. ليس اجازة كنا حنقول نيذر. بس ما كناش حنقول ار. كنا حنقول نيذر اف ماي بيرانتس از. يبقى بوث يا البيت وراها اسم اه جمع ووراها فعل ايه? فعل جمع. زي شوب السيستنت اللي هو البيع اللي شغل في المحل شاود مي تو سوتس. عرض علي بدلتين. اسحل الكلمة جاية دي وسؤال متوقع في الامتحان. بط. ولكن. but I like it of them. ازاي وراني اتنين وعجبوني هما الاتنين. خلاص? مش قول ما نشوف كلمة تور رح ناخد بوث. نصحصح شوية. حتة الحفظ دي الصم مش هتنفع. فبيقول ولكن هما الاتنين عجبوني. لما كانش قال ولكن. كان قال and وهما الاتنين عجبوني. يبقى بنقول ولكن ولا واحد فيه ما عجبني يبقى اقول نيذر. خلاص? ضيق. she has two gadgets معها آآ آلتين او ادتين يعني. of them is easy to use. كلا هما من السهل ان نستخدمه. طبعا انا بدور على كلمة بوث. اقول بوث يا سيدي ما تاخدش از. بوث دايما معاها فعل جمع. معروفة. دائما ما فيهاش فصال دي. ما تفكرش انك تعمل قاعدة شزعن. لا لا ما فيش شف. بوث دايما بياجي معاها فعل جمع. تاخدش از. طيب مدام الفعل هنا مفرد يبقى عندك يا اما افري اما ايتش. افري مش بتاخد كلمة اوف فناخد ايه? فناخد ايتش. طيب في نمبر اليفن هنا بيقول بوث افزتو ماشينز. كل الالتين تحتاج لاصلاح. تعمل بكفاعة عايز نقول ولا واحدة فيهم شغالة بكفاعة نقول نيذر. طيب خلي بقى كالجملة هنا مسبتة. هنا في هنا يعني تبقى مسبتة فناخد لو كانت منفية كنا هناخد ايزر. خلي بقى لك قلنا نيزر. بياجي وراها اسم او فاعل يعني. ونور. وفاعل ساني. الفعل اللي بياجي هنا. ينطبق على الفاعل الثاني وعلى الفاعل الاول. قاعدة سابتة على الفاعل الثاني. مفرد ولا جمع? جمع فناخد بدون اي اضافات. تمام? ولحظ ان هو اصلا خلي بالك. يعني جيب لك هنا وجيب لك يعني بتاعي مع مفرد. وهاز. يبقى اولا واحدة في دولا مفرد. دول كله مفرد. يبقى ناخد الجمع. كلنا بنحب المدير لانه ودود يعني اه هو ودود تجاهنا كلنا. تووردز اس اول. عاوز تاخد دي تقول اول وف تشطب وي دي وتخليها اول وف اس. تفعش اول وي. تمام? وده نقصها كلمة اوف. يبقى الاجابة الصحيح تبقى اس اول او اول اف اس لو حبيت تاكسها. اللاعيبة دولا جمع في الفريق يتدربوا جيدا. عايزين جول كل اللاعيبة في الفريق بيتدربوا جيدا. طيب خلي بالك معنا. انت جايب هنا اسم جامع. من امتى بياجي ورا اسم جامع? لما يكون فيها كلمة اوف. لما يكون فيها كلمة ايه? كلمة اوف. اولا افري مش بتاخد اوف معاه. ويتش على كده مش هتنفع. لانه ايتش على كده بياجي وراها اسم مفرد. امتى ايتش ياجي وراها اسم جامع لما نحط له اوف نقول ايتش اوف زا بلايرز. مونا اند علا. هما الاتنين ازكياء. المعلمين بيحبوهم عشان هما اتنين بناخد ايه بناخد بوث كل من. اعطاني روايتين. ولكن ولا واحدة فيهم كانت ممتعة خلي بالك بياجي وراها فعل مفرد فنقول تمام? ماتقولش عشان هما اتنين بجتاخد لا. علشان بياجي وراها فعل مفرد البعدية عايز يقول وراها اسم جامع غلط. ايتش مش بياجي وراها اسم جامع لما نحط له نحط له اوف. و برضو بياجي وراها اسم جامع لما نحط له اوف نقول وبعدين بيبقى الفعل مفرد كمان. يعني بيقول مش بتبقى لكن مين هنا اللي بياجي وراها فعل جامع اللي هي هاف هاف او بيقول هاف اوف ماي فرنس او بيقول هاف اوف ماي فرنس لاتنين صح. نمبر اتين بيقول ماي برازر اند اي انا واخويا ار فيري بيزي مشغولين. اس كان جو تو زبارت عايز يقول ولا واحد فينا هيقدر روح لبارت عشان احنا مشغولين. يبقى نيذر اوف. ولا واحد منين. what day is today? النهاردة كان. قال له زففتينز اور زسكستينز. النهاردة خمستاشر وستلاشر. وراح شبشية ولا جهوة? حقل له يعني لا امانع. خلاص يقصد يعني اي واحد فيه ما راي مش هتفرق. لا امانع. يبقى كلمة ايذر ايذر اي دونت مان. كلا هما او اي واحد فيهم اي دونت مان انا لا امانع او لا اعترض. نروح على الوحدة السابتة اللي هي ما يعتبر اسهل وحدة معنا في المنهج السنة دي. اللي بتاعة ساتش و سو وتو و الكلام ده. بيقول عندي المصدر معاك حاجة في الاتنين. يا اما تو باتنين او وراها صفة يا اما انف. خلاص? فانا مش حقدر ااخد تو هنا عارف ليه? لانها منفية. تو مش بتاجي مع النفي. قاعدة سابتة دي. مينفعش ااخد تو مع فعل قدامها منفي. فاتطر ان انا اخد مين? اخد بيج. هزن بيج انف تو ايه? البعدية بيقول اتس بيج كار وعندي كلمة زت. مدام عندك زت يبقى اما سو يا اما ستش. طيب ايه المكتوب قبل زت دي? كلمة كار اسم يبقى طالما في زت وقدامها اسم بناخد ستش. ما ينفعش ااخد سو سو دي ما يكون فيه صفر. طيب ستش ا ولا ستش على كده? روح نقول له ايه دي? كار مفرد ولا جمع? اه كار مفرد يعد. يبقى تاخد ستش ا. ما ينفعش تاخد ستش على كده. ستش على كده بناخده مما يكون وراها اسم لا يعد. او حاجة جمع. زي في المسال البعدية بيقول كلمة لا تعد. وده اسم. والاسم بياخد كلمة ايه? بياخد تمام? فنقول عشان ده اسم ايه? لا يعد. مش ينفع ااخد عشان دي مش صفة ولا ااخد عشان عشان اقول يبقى اقول خلاص? مش هتاخد معها ايه? مش هتاخد معها ا. في نمبر بيقول معناها ساحر او يعني جزاب او كده. وعندي كلمة زت. زت بتاخد ايه ما بتاخد سو. ايه مكتوب قبل زت? صفة طالما في صفة بدي بناخد ايه بناخد سو. ازا الكاميرا الكاميرا از فور مي مليش دعو كلمة دي اعتبرها مش موجودة. والمصدر. ومعاك حاجة من الاتنين. يا ام هتاخد انف يا ام هتاخد طبعا انه موجود طو انف. مش معايا فلوس تكفي. ايه العبارة اللي معناها لما نقول يعني بشدة او بدرجة كبيرة لدرجة قلة. عايزي يقول ان الكاميرا غالية جدا لدرجة اني مش قادر اشتريها. اللي هي والصفة نقول تمام? ما نفعش تقول رخيصة جدا لدرجة اني مش قادر اشتريها. ازاي يعني رخيصة او مش قادر تشتريها? يبقى غالية جدا لدرجة اني مش قادر اشتري. انا عندي هنا المصدر. المصدر. يبقى عاوز اخد يا اما انف. يا اما عاوز اخد والصفة. طيب ينفع يقول هو غاني جدا لدرجة انه مش قادر اشتري العربية دي. خلاص? طيب ما ينفعش. طب ينفع نقول هو فقير جدا لدرجة مش قادر اشتري العربية. مش موجودة طبع حتى يعني تو بور هنا مش موجودة في الاختيارة. طيب عايزين نقول هو غاني بما فيه الكفاية ان يشتري هزي السيارة. يبقى نقول ريتش انفعش نقول تو ريتش. طب عن سودي مش هتنفعه عشان سودي بتاخد اصلا زت. طيب. وهنا فقير بما فيه الكفاية. فقير ويشتري السيارة ما تنفعش. تو ريتش معناها غاني جدا لدرجة قلة. غاني جدا لدرجة انه مش جادر اشتري السيارة. ازاي غاني ومش جادر اشتريها? طيب هزا الكتاب انفرد وعنو عندي كلمة زت هنا. زت مكتوب جدامها كلمة ده اللي هو اسم. اسم طوالما اسم يبقى هناخد منش دعوه بسو. طيب ولا 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 على كده. قال لك كلمة دي مفرد يعد? اه مفرد يعد. يبقى ايما هتاخد ا او مين اللي هيحدد انها الكلمة اللي هنا بدأ بحرف متحرك اللي هو انتريستنج حرف الاي يبقى هنقول ستش ان نمبر ايد بيقول اي هاف ماتش وورك تو دو. ذات. ما دام عندي كلمة ذات. يبقى يا ام معايا ستش يا ام معايا سو. ايه الكلمة الموجودة هنا بعد النقاط دي? كلمة ماتش? قال لك اياك في مرة من المرات تقول ستش ماتش. اه? مش عشان يراكبها مع بعضيه وعاملة زي اغنية من اغاني المهرجانات تبقى تنفع يعني لا. هي جاية مع بعضيها تنفع في النطق لكن غلط في التركي. نفعش تقول ستش ماتش. نقول سو ماتش وورك. تمام? حتى لو كان ده ايه? حتى لو كان ده اسم. الطقس حار جدا. انا عندي صفة يبقى انا عايز وراها طول مصدر. انا كنت سعيد كلمة ده اسم. والاسماء تاخد ايه? تاخد ستش. ستش على كده ولا ستش اه. نقول له مان ده مفرد يبقى تاخد ستش اه. هنا بقى في عميل حياة جميلة جدا خالص. جايين هنا جايبين الوحدة السابعة والتامنة مع بعض اللي هم بيتكلموا على الكلام اللي هو البسف اللي هو المبني للمجهول. في السؤال اللي بيقول الفندق قبل ان تبنى الشقق. يبقى عايزين نقول الفندق افتتح. ولا يعني يفتح مع نفسه لأ تبقى يعني ايه? يعني يفتتح. فعايزين هو يبني للمجهول ما فيش مبني للمجهول هنا غير الاخيرة اللي هادبين والتصريف التالت ما ينفعش في عين يجي. اذا روعد الطريق عايزين نقول صلح نفسه ولا يو صلح يو صلح. يو مستدرايف كيرفول يقول ايه? طبعا اللي فيها ان يجي دي ما تنفعش. يجي حد دلعو يقول ليه طب لم يبقاش از ولم يبقاش ووز? ينقول له لانه دي مضارع بسيط. ودي ماضي بسيط. واحدة فيهم بتعبر عن حقيقة ثابتة او متكررة واحدة متكررة واحدة بتعبر عن حاجة حصلت في الماضي وانتهت طالما هو تم اصلاحه وخلص يعني بادر يخلص واصلاحه. ايه المانع ان انا امشي عليه بسرعة او ما خليش بقاني امشي يعني عادي. يبقى ازا هو الان يو صلح. يبقى لازم اخلي بالي. يو مستدرايف كيرفولي خلتني استخدم مضارع مستمر مبني المجهول. باي سوء سهل. يحيي حقي عايزين نقول يعتقد بانه فعلي اعتقد ما ينفعش تحط له ان يجيه احنا اصلا بنقول مبني المجهول يبقى نقول تمام ينفعش تقول لي سينكينج. فعش في خلاص. طيب ما نقولش ستل از. بنجيب الفعل القوي الاول اللي هو از وبعدين بزار في التكرار. ازا التقرير. انت سنت وارسلها توزا مانجر. عايزين نقول التقرير كتبة الوحيدة المبنية للمجهول هنا اللي هاز بين ريتن. الباقي كله مبنية للمعلوم. زي الفعل نيد ده من المفعل اللي بياجي وراها تو المصدر. اقول نيد تو فكس. خلاص. نيد تو ترافل. طب لو ما خليها مبنية للمجهول نقول نيد تو بي وراها التصريف التالت. نيد ستو بي ريبيرت. نبقى حافظينا كويس دي اه تركيبة لغوية بيقول لك انه التركيبة اللغوية اللي فيها بياجي وراها تو والمصدر بتحاول من المجهول الى التركيبة اللغوية نفسيها ومعها تو بي والتصريف التالت. عاين دونه لا اعرف هوزا بروبلم لا اعرف المشكلة حلت ويواصلتنا. مش المشكلة تحل نفسية حلت. الوحيدة ان البنية المجهول هنا تبقى في نمبر ييت بيقول وطبعا معظم الناس متعودة انه بيجي وراها تصريف تالت. او ممكن يجي وراها بينه التصريف التالت. لو كانت مبنية للمعلوم بتاخد تصريف تالت. لو مبنية المجهول بتاخد بينه التصريف التالت. يقول لك زكار عايزين يقول للسيارة صلحت نفسيها ولا اصلحت اصلحت يبقى بينه التصريف التالت مبنية المجهول. حادثة الامس دي يعتقد. ونخلي بالنا يا جماعة. اوعي يكون جيب لك في الاختيارات هنا زدت وراها فاعل والكلام ده كله تاخده. ابدا. ما بناخدش زدت وراها فاعل وتكمل تلك الكلام الا لما يكون هنا الكلام بادئ بيتز بليفت. ايتزوت. لكن ازا كانت الجملة في المبنية المجهول في افعال التقرير زي فعل بليف وثنك وثوت. تمام? لو كانت في افعال من افعال التقرير بادئ بالفاعل نفسه. محمد صلاح. لو بادئ بالفاعل نفسه سواء الفاعل العاقل او الفاعل غير العاقل معاك حل من الاتنين. يا اما بتاخد طو المصدر يا اما توهاب والتصريف التالت الله. طب ده موجودة طو المصدر موجودة توهاب والتصريف التالت. على فكرة لمعلوماتكم يعني. الاتنين صح. ولزلك في الامتحان عمر بحط لي اتنين مع بعض. لكن هممكن نفرق بين الجملتين دول. بانه هنا عشان تاخد طو المصدر لابد ان تكون الجملة بتعبر عن شيء بسيط. يعني مضارع بسيط او ماضي بسيط. ولا توجد توقيت زمني هنا محدد. لا موجود عندي ولا موجود عندي ولا ولا اي حاجة. ففي الحالة دي بناخد ايه? بناخد التعبير اللي بيعبر عن عن التام اللي هو كمضارع تام او ماضي تام. اللي هو التصريف التالت. تمام? لكن ممكن في الامتحان? يجيب الاتنين دول مع بعض? لا. مستحيل يجيب الاتنين دول مع بعض. ما هيجيب لك واحدة في الاتنين. يا ما تقول مصدر يا ما تهافو التصريف التالت. امتى بقى? لما يجيب لك الفعل هنا معلوم. لكن لو جاب لك الفعل معلوم. قوعة تاخد زت. مش بناخد زت للا لما يكون بدأ بيتز بليف. خلاص? ات هاز بين ريبورتد. بدأ بقت تروح تقول له ااخد زت. اه ماشي اوكي. طيب نمبر تين بيقول اي لايك. ولايك معروف ان بيجي وراها يا ام اي ني جي يا ام تو والمصدر. بس انا عشان مكتوب جدا ما هوض هنا. مش هاخد غير تو والمصدر. خلاص? هقول اي وود انت لايك. تو بي جيفن. تو بي جيفن انستركشنز. اي وود لايك زت لتر. يعجبني هذا او انا اود اني هذا الخطاب. الخطاب دياتي انه ارسل نفسه ولا يرسل. يبقى نقول يرسل مبنيه للمجهول. يبقى اي وود لايك. ولايك اه هشوف جاي وراها ايه? زت لتر. ان يرسل. نقولي شو وصل سنت اه? يبقى في الماضي ما ينفعش. طيب وهيت بيجي وراها اي ني جي. وممكن يجي وراها طول المصدر. بس مش جاي هنا طول المصدر غير اهيه. ولو جات طول المصدر هنا جاي اصلا مبني المعلوم فغلط. حتى نفسها غلط. لانه ما ينفعشي. نقول انا اكره. الا لما تبقى معناها ايه هنا? انا اكره ان يضحك علي. ما ينفعش اقول انا اكره ان اضحك على اه انا اكره ان اضحك على مين طيب? فين هنا? فين مسلا? فين زمايلي في الشغل? مش هتنفع. يبقى لابد ان يكون ليها تكمل عشان تاخد وطولة. نبار سيرتين بيقول زي هاوس. ديكوريتد. وحنا كده بنتكلم في المضارع التام فناخد هازنت والتصريف التالي. عايزين نقول يقال يعتقد يظن. ابلغة. زي التوريزم والفلورش انه السياحة سوف تزدهر في سنوات قليلة عايزين نقول يعتقد. نقول طب ليه ما اخدناش دي? نقول نقصها بين دي ها? وهكذا طبعا ما تنفعش. تنفع لما نقول او لما نقول حد يعني ايه يكون فعل معنا. زمان الرجل يعتقد انت كاتب ايه هنا قبل كاتب ات? لا كاتب الفعل نفسه. يبقى بناخد المصدر يا اما التصريف التالت اهيه التصريف التالت. اللي احنا لسه شرحينا فوق في رقم تسع. طبعا في رقم ستة عشر هنا بيقول. خلي بالك هنا مكتوب بعد ايه? التصريف التالت. لما يكون عندي التصريف التالت او المصدر يبقى ايزا الفاعل اللي بدأنا به هنا الفاعل الاصلي للجملة اللي هو العاقري. فنقول او اتقول لو قلت ايتز ما ينفعش تقول هاو التصريف تقول ايتز بليفت زت سامون او زمان هاز ريكوفرد فروم هز ان. عشان تبدأ بيتز لازم تقول زت هنا طيب الناس وده بيجي كده فعل معلوم يعني. الناس يحرقون الاخشام. اي ريميمبر ولمنبر بيمكن يجي وراها طول مصدر قولنا ويجي وراها هناخده دلوقتي في احدى التدريبات عشان هي في القاعدة اتناشر اه في الوحدة اقصد التلاتاشر. بيقول اي ريميمبر حفلات كسيرة الشهر اللي فات. بيقول انا اتذكر انني دوعي يبقى من المجهول تبقى انفعش بين عشان هو مش بيجي وراها تصريف تالت. لا بيجي وراها طيب وممكن حد دي سيروح يقول لي احنا لما اخدناش تو بي انفيتد. انت قلت بيجي وراها والمصدر. فبيجي تو بي والتصريف التالت. بنقول له لانه ده حدث تم. لانه لما بيتذكر شيء حدث بتاخد اي انجي. يتذكر شيء لم يقم به او لم يفعله حتى الان بناخد طول مصدر. طبعا دي سابقى الاوانها انها المفروض تبقى تبقى ايه تبقى الوحدة التلاتاشر. بس في الامتحان ما فيش الكلام ده. تبقى كل القواعد مع بعضيها مكس بك. بيقول لما رجعت للبيت اكتشفت من جهاز الكمبيوتر اختفى ما نقولش اخ في اختفى بتبقى مبنية المعلوم تبقى هادو التصريف التالي. بيقول انا ربطت الحزام بتاع المقعد في العربية يعني حزام الامان. سم الطائرة اقلعت ولا اقلعت. اقلعت مع نفسيها تبقى توك اوف. الواحدة التاسعة دي يا جماعة واحدة من اسهل واجمل قواعد واتمنها تبقى في منهج السنة الجاية ما تتغيرش يعني. لسهولتها طبعا جدا. بيقول ليه قائمة المفعول لاجل. راح محل الحلاقة تو لكي يقص شعره. ما فيش فعل من دولة بيعبر عن اه المفعول لاجل وغير فعل هاف ممكن ناخد ميك. بس انا بيتكلم عن هنا الاصل بتاح ان هو هاف. احنا مش محتاجين البديل بتاحه. ما يكون عند البدائل باخد الاصل نفسه منيش دعو البدائل. نمبر تو بيقول بليز دونت شاوت ات هير لا. اه تصيح في وجهة يعني ما تزعجش عليها وكده يعني. خلي بالك هنا هير دي عاقل ووراها مصدر. يبقى عاقل وبعدين مصدر يبقى تاخد هاف دور على الهاف مفيش هاف هنا. مين بديل هاف اللي هو فعل ميك? لانه كوز وقلاو وجت التلاتة دولة المفروض تبقى تو كراي. انه عايز تاخد واحدة في تلاتة دول. اي هوب زا كيدنابرز كيدنابرز معناها الخاطفين ويل زا هوستيجز جو. هوستيجز اللي هما الرهائن وده عاقل الرهائن. وجاي بعدينها جو وهنا مصدر. لما يكون اندي عاقل وبعدينها مصدر يبقى عاوز هاف. مش قاعدة هاف مين بديل هاف اللي هو لت. نمبر فور اي يسترده. عايز يقول انا رسلت اه هنا بيقول انا جعلت اسناني تفحص. لما بقى اكشف على اسناني. مش معقول انا بقى جدام المرايه واكشف على اسناني واحد. حتى لو كنت دكتور اسناني يعني ما عارفش اخلع درس النفسي. خلاص لابد اني اروح لحد تاني. فيه اتنين بيتعبوا خالص اللي هما الدكتور اللي هو دكتور الاسنان والحلاج. حلاج ما عارفش يحلق لنفسه. لازم بيرو عند واحد زميل يحلق. وهكزا نفس الكلام برضو اللي هو ايه اللي هو دكتور او طبيبي اللي هي طبيبي الاسنان. بقدرش يفحص اسناني لوحده او يخلعها لوحده. لازم ايه يروح لدكتور زميل. فهنا معناها ايه? معناها انه شخص ما قام بهذا الشيء. ما ينفعش يقول اي انا فحصت اسناني بنفسي. لو خدنا رقم سي دي تبقى باي مايسيلف. لكن احنا المفروض نجيب هاذ او اه نجيب هاذ او اي واحدة فيهم طبعا ما فيش ونجيب بعديها الشيء اللي هي فحصها اللي هو غير عاقل ونجيب ورا التصريف التالت بقى هاد مايتيس تشكت. دي فيها خطأ في الترتيب. نقول هاد مايتيس تشكت وراه. وما نفعش نخليها مبنية المجهول. فيش الكلام ده. قبل الاجتماع المدير ورا التقارير غير عاقل. فبناخد عشان غير عاقل تصريف تالت. ما فيهاش كلام دي. غير عاقل يبقى تصريف تالت. انا عملتها بنفسي. يبقى لم اجعل احد او ما جبتش حد بني عملي الحاجة دي. خلاص لازم ياجه وراها ايه لازم ياجه وراها مصدر كلهم دولة مصدر. لو قلت انا مجهستش وروح اقول انا جهستها بنفسي. انا اللي عملتها بنفسي. وبقول هنا مش انا اللي جهزتها. يعني متناقضين طبعا. طيب ما عندناش هنا. خلاص? اقول اي اخد لما يكون في عاقل. ممكن يعني استبدالها بالمصدر او طول مصدر حط مكانه تمام? هتلاقي مش موجودة في كتاب المدرسة طبعا خالص هي موجودة في الملخصات. لكن مش موجودة في المدرسة فما ازنش انها تبقى موجودة في الامتحان. طيب. مفروض اقول يبقى اللي هي الاجابة رقم بي. مي ده عاقل. وبعدين طي دي راح جايب هنا مصدر. طالما عندي مصدر يبقى اخد هاف اللي هي كلمة هاد. لما يكون عندي وراها عاقل باخد تول مصدر. هاد. ومي عاقل. فعل هاف لما بياجي وراها عاقل بياخد مصدر. سيارتي اصليحت. مش انا اللي صلحتها. دي معناها ان انا لما اقوم بياصلحها بنفسي. يعني جعلتها تصلح. مفعول لاجله. تبقى هاد. هاد وغير عاقل وتصريف التالي. دي هنا خطأ في الترتيب. بدل. بدل مع ريبيرت. هاد ما بتاخدش تو. ما نفعش اقول. خلاص كده? ضايق. المتور مش شغال. انا حاجيب ميكانيكي يا صلى. ميكانيك ده عاقل. وراه تو المصدر طالما عندي تو المصدر يبقى اخد هل سوف اتورنش او تجعل الحزاب بتاعك يورنش انا تودي لحد يورنشو لها. قال له. انا هعمل بنفسي بنفسي. هورنشو بنفسي. ما ينفعش هاف زين بولش. ولقيت اتنين دول غلط بيناقضوا الكلام اللي هنا. بيناقضوا كلمة لو كان تنفع رقم دي وتنفع رقم ايه? لاتنين ينفع. طيب. هاف يور هومويرك. انت اجعل هومويرك بتاعك هنا كاتب هاف. وراه هومويرك غير عاقل. انا مغمد اختار تصريف ثالث. ايه هاد ما الكمبيوتر بيقول انا جعلت الكمبيوتر بتاعي يصلح. حد صلحولي. معناها مش انا اللي صلحته. ذي سمين ذات سموان فكسيت شخص ما اصلح. في نمبر ففتين بيقول بي كيرفل. كن حذرا يو هافا تكنيشن تشكت. لازم تجعل حد يصلح لك الاعلى او الماكينة دي الماكينة ماشين هات فني يصلحها لك. يبقى يجب ان تحضر شخص يكي يصلحها. مش بنفسك. يبقى طبعا كله مكتوب في او مصد يعني سيبك من مصدي. خلاص? نيت تو. معنا انت هتفحصها بنفسك. نيت تو هاف تشكت زيس ماشين وفروض تقول هاف زيس ماشين تشكت. تبدل اتنين دولار تعكسهم. هي نيت تو هاف زيس ماشين تشكت. اللي هي هاف وراه غير العاقل. وبعدين التصريف التالت. اما دي خضأ في الترتيب طبعا وما فيش اصلا تصريف تالت خالص. هنا برضو نشكر المؤلفين اه كتاب على ان هما ضموا التلات وحدات مع بعض ما سابوش كل وحدة وحدة. هما تقريبا جيبين اربعين سؤال اختيار على التلات وحدات. يعني مش جلل والاسئلة لا بالعكس دي زادت شوية التدريبات. بس الملحوظ يعني ان هما التلات وحدات دول بيتكلم عن نفس الموضوع اللي هو المباشر غير مباشر. اللي هو الانديريكت وافعال القول. تمام? لما نقول اه اردر وديناي وافوي بحاجة لزيك كده يعني تمام? وضموا كل الكلام ده مع بعضي. عشان نتدرب على اه اسئلة متنوعة ومرتبطة ببعضي. وانا اتوقع انه السؤال ده في الامتحان او القاعدة دي في الامتحان يأتي عليها اكتر من سؤالين. مش سؤالين فقط كمان او سؤال. يأتي عليها اكتر من سؤالين في الامتحان فخلي بالك معاي وركز شوية عشان فيه حتة فنية مهمة جدا. في نمبر وين بيقول عندك فعل القاول هنا في الماضي? مظبوط فعل القاول في الماضي. يبقى اي حد يجري على اي حد. هيرو يقول مدام فعل القاول في الماضي نقول لكن ركز كده معه. تمورو ما تغيرش. اذا كانت الكلمة الزمنية لم تتغير وباقي كما هي. يبقى الزمن كما هو في المضارع لا يتغير. يبقى كما هو. خلاص متحولوش للماضي. لا يتحول الزمن. لان احنا قلنا عندينا مجموعة حاجات. طبعا انا هقول الجملة الفكرة دي او المعلومة دي. ومش هكررنا تاني باقي هنا في باقي الاسئة. خلاص? مش عقود اشرحها كل شو. لهي حتة ايه? ان احنا يبقى الزمن كما هو بدون تغيير. ازا كان فعل القاول في المضارع. هادي اول حاجة. ازا كان قد حدست اول يعني موجود معاها او الكلام ده كل. ازا كان يعبر عن حقيقة. الجملة كانت يعبر عن نهر النيل برج القاهرة روسيا مش عارف اه قارة اسيا زي كده يعني. حقيقة دي. او انه الكلمة الزمنية لم تتغير حسب الجدول. المفروض تبقى زا نيكس داي. زا فولوينج داي. الاقيها يستر داي. ما تغيرتش ما بيقيتش زا لاست داي. او بيقيتش زا داي بيفور. لأ لما تتغير ابقى احولها. ما تغيرتش يبقى يبقى الزمن كما هو. وبالتالي حناخد بي. في نمبر تو بيقول شي هاز جست طولد مي. انا هو كلامي في الماضي بس بيقول هاز جست. يبقى ازا يبقى الزمن كما هو روح ناخد المضارع اللي هو عشان احنا بتكلم هنا عن بنقول ايه? حفل زفافهم يبقى بيعبر عن احشياء اه مخطط ومرتب لهم. عشان نقول هاز قل. سامي برمزت. دي فعل القول في الماضي. وكل الكلام الباقي في الماضي يبقى لازم تاخد حاجة ماضي. وعندي هاد فوند وعندي وود فوند. مجرد ما الطائرة لاندد تحبط. حيتصل بهم يبقى نقول وود اللي هي كانت ول اصلا تحولت لي وود. قال وكلام في الماضي وقاب ناخد فعل في الماضي ناخد ووز. وهنا الفعل او الكلمة الزمنية متغيرة. يبقى الكلام اللي لازم يبقى في الماضي يبقى زفولة وين جدي اي يعني في الاستقبل يبقى نقول وود. بنفعش اقول ويل عشان سد في الماضي. طيب زا تيتشار تولد اس. اخبارنا زان ناي المدام اللي جينا نيل وحياتي اللي زي كده يبقى دي حقيقة علمية يبقى مضارع كما هو اللي هو از. في بيقول فعل القول ده مالو. مضارع يبقى اياك تاخد ماضي. خلاص ميت ميات هم يبقى وعدني يبقى نقول ويل. ينفعش نقول وود. كان يومي. واي ويرليت. عايزين هنا افعال على التحدث او افعال القول. كان يومي هل يمكن ان تخبرني عشان هنا في مفعول. يبقى نقول له كان يو تلمي. ينفعش نقول له كان يو اسك مي. واحد يقول له يسألني انا ليه اتاخرت. ينفع. طب ليه يسألني. طب ما انا اقول على طول. لازم يسألني عشان ايجاوب. ولا هما الاتنين اكيد مجانين يعني. نمبر ناين علي سيد جاست ناو. دم عندي جاست ناو يبقى كلامي هيبقى في المضارع زي ما هو لا يتغير الزمن. يبقى نقول از ريدنج مش هتنفع ولا هاد ولا ووز ولا وز ريدنج. نمبر تن بيقول هي اكس بليند في القول هو في الماضي. ذات هي ليد بيكوز فروت اكسدنزا بريفياس داي وهي متغير الحمد لله. يبقى لازم نكمل جرية الجملة يبقى حيتحول للماضي. وهاز دول المضارع. هاد في الماضي ولا ود تاخد ود. بيقول هو شرح او فسرنا ذات هي بيكوز اف ان اكسدنزا بريفياس داي. اليوم الماضي يبقى نروح نقول هاد نفعش نقول ود. لو قال زا نيكس داي او زا فولوينج داي كنا ناخد ود بي. احمد اسكد مي. وهنا اسكد في الماضي. وخلي بالك في الجملة دي كويس عشان انا شاكك ان هتايف الامتحان. مش الجملة دي يعني لا الفكرة نفسية. لما بيجيب اداة استفهام يا جماعة قاعدتنا في تكوين السؤال بتقول انه بنجيب اداة استفهام فعل مساعد فاعل. هنا عشان علامة الاستفهام مش موجودة نجيب الفاعل الاول وبعدين فعل مساعد. يعني هاد دي ودد دول ما ينفعوش. طيب ولا اقول اي هاد بين اقول اي هاد بين. خليها في الماضي ليه في الماضي التان. ليه ضب ما خلتاش ماضي بسيط? ازا وجد ما يمنع من تحويلها. ايه وجد ما يمنع? فيه الموانع للتحويل. يكون قاعدة من القواعد اف. فما ينفعش فيها التأليف. لما يكون قدامها اتستايم. لما يكون قدامها ايو ايوش. ايو ايو احدة في دولة هما اللي بيمنعوا لتحويلها لمادي تام. بيخلوه ماضي بسيط سابت. ما فيش حجم الكلام ده كل. دوع الكلام ده لو انت تاهي فيه ممكن تتدور في القائمة بتاعت في البليلست موجودة عندك على القناة. اللي هي القائمة بتاعت اه قواعد اه الفين وعشرين. وتدور في الوحدة رقم عشرة واحداشر هتلاقي الكلام ده مكتوب. طيب. اه نمبر اه اه تويلف هنا رقم اتناعشر بيقول مونة برومزد شي وودن تل انيوان. انها لن تخبر احد وبينفعش تقول لي هاد اي. هاف اي. الكلام ده غلط عشان عالم تستفى مش موجودة. يعم تقول اي هاف يعم تقول اي هاد. طب رومزد في الماضي بنقول اي هاد. نمبر سيرتين بيقول شي اسكي بني وذر. وذر او اف لما بتكون في جملة استفهامية بنجيب الفاعل وبعدين الفعل المساعد. هاد بنبدأ بها غلط. ولا هاف. يعم تقول اي هاد يعم تقول اي هاف. طيب الكلام هنا بيقول بي فور في الماضي بنقول هاد بين. طيب نمبر فورتين اي وندر انا اتساءل وبردو عندي اف نفس الفكرة. او هتقول لي هاز هي. خلاص? ولا تقول لي دز هي. الاتنين دولة غلط. هي اما هي هاز هي اما هي از. طيب بقى الكلمة ايه هو? ناو. يبقى كلامي في المضارع يبقى هي هي از. تمام? طيب. خلي بالك ماخدناش هوز ولا كده. ليه? لانه هنا ناو مش متغير. طيب. وندر دي مش مكتوبة وندر دي. مكتوبة وندر على كده. يعني فعل القول برضو في المضارع. بتخلوا بالكم يا جماعة. في القول في الماضي. ومكتوب هنا اور. ماذا عندي كلمة اور يبقى اخد ويذر. ما عايزاش كلام دي. طيب هي هير هاوشي هادس بنت زهوليدي. كيف قضت الاجازة? يبقى نقول هو سألها كيف قضت الاجازة? يبقى هي اسكد هير. هو فعل القول اللي هو اسكد. كان يو تيل مي وات? ولما تقول لي هنا اعداد الاستفهام وات? هو الكاتب وراه علامة استفهام. يبقى نجيب القاعدة بتاعتنا بتاعة تقول اعداد دي. فعل مساعد وفعل والفعل في المصدر او الفعل اللي بعديها. هنقول له لا يا سيدي. علمت الاستفهام دي اصلا جاي عشان كلمة كان. عشان بدقين بفعل مساعدة. كان يو. لكن هيبقى الوضع كما هو. يبقى الوضع كما هو عليه. هيبقى واتاة الاستفهام وبعدين الفاعل وبعدين الفعل المساعد. فنقول الفاعل اللي هو وبعدين تنفع ولا تنفع هنا مش هتنفع لانه تركيبها غلط طبعا. صديقي اتصر بيها عشان يعرف. انه جامعة. مدام فعل القول في الماضي بيقول لسا حاتا اجي في المستقبل يبقى نقول هو عشان فعل القول في الماضي هنا. شي هاز مدام حالا يبقى لازم ما اخدش ماضي. اخد حي بتدل على المدرعة وبقى الفعل كما هو نقول والمصدر. بنفعش ليف عشان دي محتاجة انها تبقى ليفز عشان شي مفرد. جيمز سيد. ذات هي انجلاند لاس سامر. فالقول هنا في الماضي. فالمفروض ان انت تحول الكلام. قال له لا انا مكتوب عندي لاس سامر. لاس ما تحولتش بيجي ازا سامر بي فور. او زا بريفيا السامر. الصيف الماضي لا بيجيت لاس سامر على كده فيبقى الزمن كما هو تبقى فيزيتد. حد بحيقول له ناخد هاتبين فيزيتد ولا ولا لا. عشان هنتكلم في الاصل. سؤال مباشر اصلا وسهل هو مش محتاجة الكلام ده. مام اسكد مي. سألتني او طلبت مني هنا معناها لو كان سألتني يبقى لازم كان هيبقى فيه اداة استفهام. خلاص في كلمة استفهام يعني نقول وين او كده. لكن معناها طلبت مني يبقى اسكد مي دي جملة امرية نقول المصدر. المصدر. في بيقول شي. في ناس اول ما شافت كلمة اف. راح قال لك دي جملة استفهامية فانا على طول اقول شي وما اجرعاش. انا بس اعيز اعرف حاجي. هو انت وراك حاجة في اللجنة. يا عمي اصبر ويجرى الكلام بيقول لو انا احتاجت مساعدتها هي سوف تساعدني. دي كل على بعضها جملة من جمل اف يعني جملة خبرية. يبقى هي قالت. خلاص يبقى شي سدق. هي قالت. خلوا بالكم بيعمل حاجة زي كده في الامتحان. في بيقول هي مي دي انا اجتماع مهم زي ونكس دي كده متغيرة. يبقى نقول ادي الافعال خلوا بالكم اكيد هيجي عليها سؤال. افعال القول احقلوا بالكم لازم تكونوا حافظين معانيها كويس في الوحدة رقم اتناشر. في توينتي فور بيقول شي طول مي امو منتا قوي. معناها انه حدثة تول يعني لسه حاصل. فبنفعش تحولها الى الماضي فتبقى كما هي نقول. زي بو هي سد. في القول هنا في الماضي. وذن لما تلاقي عندك زن تاخد ووزو الاني جي. ما فيهاش كلام دي. زن دي اصلا كانت ناو. مضارع مستمر فتحولت لي ايه? ووزو التنصيص موجودة. علام العلامات التنصيص موجودة. يبقى الكلام لم يتحول. وعلامة الاستفهام مازالت موجودة. يبقى ايزا سنرجع للقاعدة بتاع الاعداء دي. عدا استفهام فوع المساعد فحد. في الفعل المساعد. او هاف. وبعدين الفاعل وبعدين تكملت الكلام او الفعل عايزين نقول هي تساءلت آي وزلت تساءلت ליه انا تأخرت? مدام تساءلت تبدي نقول لو واي? عدا استفهام ماضي؟ اين كنت بتاخر. لماذا تاخر? خلي بقى لنا في الحقيقة الجاية دي. في معلومات مهمة جدا حتتقال دلوقت. معناه يرشح او يوصي. طبعا من عارفين انه بياجي وراها اي ني جي او كده. لكن هنا عايزين مفيش اي ني جي طبعا. جاي وراها اصحى بقى للمعلومة اللي انا عايز اقول لك عليه. انت شايف فعل اللي هو معناها يحجز ده. جاي بدون اضافات. ليه بقى? اي حد يرد عليه يقول لانه الفاعل اللي قد اعمل له. هو يو. فعل جمع. عاوز اقول لك على معلومة انه حتى لو كان الفاعل اللي هنا مفرد تبقى مصدر كما هي. لان احنا عندنا زي فعل وفعل وعند انا عبارات زي. اه 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 قول مثلا. لما بياجي وراها زات خلي بالك. لما بياجي وراها زات مش هيحية تاني. ازا كان في زات مهما كان الفاعل اللي وراه هنا سواء مفرد او جمع بيبقى الفعل مصدر. ضعيف. اصحى كده هي الاجابة. اهل معلومة اللي انا بيقول عليه. هي زي وزي فعل ريكم دي انطبق عليه نفس القادة انا بيقول عليه. وعندي كلمتين هنا. راضوا عليكم صح صحين عندي كلمة زات. والفعل هنا اي. عشان كده جبت المصدر. يعجي حد يقول لي جبت دو مصدر عشان هنا عندي اي. نقوله لا عارف حتى لو كانت شي هنا مفرد كنا برضو عن خليها دو مصدر. تمام? طيب زي ارشد الناس اوجههم فاست ان هم يسوقوا بسرعة ولا ما يسوقوش بسرعة. وعد قول لي دون تدرايف دون تدرايف دي لو كان في علامات تنصيص هنا اه? ناخد دون تدرايف. طيب. ماي بيرانتز ني تو وورك هارد. انا اعمل بجد بقى نصحوني. خلي بالك من الافعال. اقول عليها كزا مرة. الافعال حفزوها كويس وحفزوا معانيه. وشوفوا مين اللي بياجي وراها مفعول. ومين مش بتاخد مفعول اصلا. ادي الفعل اللي احنا لسه متكلمين عليه. زات مارية. مارية دي ما لها? مفرد. ياجي حد يقول لي عشان دي مفرد يبقى ندور لي على فعل مفرد. لا حتاخد برضو مصدر. لانه القاعدة بتقول لي ازا كان عندي فعل او 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 خلاص. العبارات دي كول او او كلمة معناها مهم برضو. كل العبارات دي لما بياجي وراها زات مهما كان الفاعل الوراها بناخد مصدر. طيب وانا متوقع انه تجي حاجزة كده في الامتحان. احمد سيز فعل القول هنا في المضارع يبقى هنقول از. خلاص? وبينك ما تنفعش نحط العين يجي اصلا. في تيرتي فور بيقول زي عباوت زبرايس عن سعر الغرفة في الفندق يبقى عايز نقول بيس تفسروا اللي هو فعل انكواير. في تيرتي فايف بيقول زي دكتور ادفايزني. دكتور نصحني ان اقلع عن التدخين. ادفايز مين جيب وراء تو المصدر تو جيف ابسموك. ماي نيبر تو كومبلين انه يشتكي للبوليس او للشرطة يبقى هدد يبقى سريتند. هي مي زات هي هاد هاد ابيزي دي اتورك انه هو كان يوم وشق في العمل. يبقى عايزين نقول هو اخ برني في مفعول وراه. زين بلويه اللي هو الموظف زات هي وزنت جيفن فير تريتمنت لا يحصل على معاملة عادلة بايز ابص بواسطة المدير. يبقى عايزين نقول اشتكى كومبلين. اشفازوا الافعال دي كويس. ده تيتشار وونت تو نو. بس يزاوز يعرف. ويتش اكزامز. ادي اداة الاستفهام. ماينفعش يجيب وراه الفعل المساعد. عشان مافيش علامة الاستفهام. يجيب الفاعل وبعدين تكمل تلكها. تيتشار وونت تو نو. ويتش اكزامز. اي هاد بازد في الماضي. لانه كله في الماضي. طب ليه ما قلناش بازد? لانه لا يوجد ما يمنع من استخدام الماضي التام. عندك ودرازر? عندك اتستايل? عندك ايوش? عندك قاعدة من قواعد ايف? يبقى خلاص تتحولها الى ماضي تام. اسم المنتج. ارادة ان يعرف اسم المنتج. لو قد تقول انكوير اتقول انكوير اباوت. يبقى هي وونت تو نو. زي شبس كابتن قطان السفينة زي سيلور زي البحارة. توورك هردر ان يعملو بجد يبقى نقول امرهم يبقى اردرد. في اتنين واربعين بيقول زي تيتشر وورند اس. حزر انا يبقى تقول نوت تو ويست اوار تايم. نوت تو. هس تقولش نوع على كده. نوت تو ويست اوار تايم. الا نضيع وقتنا. نروح على وينت سيرتين وبكده الفيديو بتاعنا خلاص اوشك على انه يخلص عشان الناس اللي هتروح تنام واللي هيلحك يراجع له اي حاجة قبل الامتحان. وربنا معاكم ان شاء الله. في يونت سيرتين اللي هتكلم عن الفعال بيجيو وراها طول المصدر واني جي والكلام ده. دي سايد بيجيو وراها طول المصدر. مش هنقرأ الجمل. بيجيو وراها حجم الاتنين. ياما ايني جي ياما طول المصدر. امتى بناخد طول المصدر يتوقف لغرض ما. امتى بناخد ايني جي يتوقف نهائيا بيقول امي في طريقها او بيقول انا في طريقي الى المحطة توقفت لكي اسأل عن صديقي يبقى. لغرض ما يبقى dw المصيدر text بياجي وراها dw المصيدر suggest بياجي وراها ing suggest only avoid بياجي وراها ing خلاص كده ده طبعا احنا مش هنقرأ اشان حافظين الافعال دي بياجي وراها ايه مش عاوزه كلها. في رقم ستة admit بياجي وراها ing stop لسة قيلينها بياجي وراهاилли اتنين يا اما تو المصدر او ing هنا بيقول استوبد long time ago توقف عن تدخين نهائيا يبقى stop بيجي وراها عين يجي. بيجي وراها طول المصدر. بيجي وراها طول المصدر. بس خلي بالك هنا بيقول انا نصحت. يعني ان افحص بواسط الطبيب ولا ان افحص او يكشف علي يبقى يفحص مبني المجهول. فنخلي بالنا. في نمبر تن بيقول الفعل الفورس اللي هو يجبر بيجي وراها طول المصدر. الفعل الاو. كل الناس حافظة صم انه الاو ده بياجي وراها طول المصدر. لا. الاو بياجي وراها طول المصدر لما يكون في مفعول هنا. لكن دي جاية بدون مفعول. لو مكتوب هينيفر الاوز مي كنت حقول توسموك. هينيفر الاوز زين بالويز لا يسمح الموظفين توسموك في مفعول. لكن هل انت شايف هنا مفعول? لا ما فيش مفعول يبقى ناخد خلي بالك من حياتي. هيت بياجي وراها تمام? طيب. عشان احنا ليه ما اخدناش طول المصدر عشان هيت بياجي وراها طول المصدر. معروفة اللي هي معناها يتوقع. بياجي وراها طول المصدر. بياجي وراها طول المصدر. اللي هو معناها يتمنى برضو بياجي وراها طول المصدر. بياجي وراها الاتنين. يا اما بياجي وراها طول المصدر يا اما بياجي وراها لكن هنا بيقول انا اكره ان يضحك علي خلاص مبني للمجهول يبقى يقول لو عاوز تخلي انا اكره ان اضحك على تنفع بس على مين فين هنا فين الناس اضحك عليهم. طيب بقى اللي الناس بتحتار فيه بقى يا سيد هو جيب لك مجموعة تدريبات هنا على الافعال اللي بتاخد طول مصدر مع اختلافها في المعنى. او وجود فرق في المعنى. اصحى معي. اكتب وراي كده. لما بياجي وراها طول مصدر معناها يؤسفني. لما بياجي وراها معناها نادم. اقرأ الجملة ويقول ابنك عياني يبقى هنا يؤسفني يبقى اقول طول مصدر. لكن الجملة البعديها ازا سينما ازا ما كانش حلو خالص يبقى ندمان هنا فياخد نروح على فعل تاني اللي هو لما يكون معناها يتذكر شيء قام به قام به فعلا في الماضي او كده بتاخد لما يكون وراها طول مصدر معناها يتذكر شيء لم يقم به لسه ما اعملوش. خلاص اقول انا اتذكر ان انا اخد معايا الى حاسبة في امتحان الرياضة. هو اين امتحان الرياضة? لسه يوم لحد الجاي ان شاء الله. تمام? يبقى هنا في الاولى دي بيقول داد وانا لما اوصل المدار اما اوصل ان شاء الله اتصل به يبقى شيء لم يفعله يبقى نقول طول مصدر. خوش على البعديها كده بيقول انا متأكد ان شفتك قبل كده يبقى شيء قام به في الماضي يبقى ناخد نفس الكلام. نسي شيء فعله يبقى ياخد نسي شيء لم يفعله لسه بناخد طول مصدر. نقول شيء نسيت ان هتاخد الدواء وراح اتاخدت وثاني بطريقة غير ضرورية. خلاص? يبقى اخد وثاني لزيادة تأكيد. يبقى هي نسيت من هي اخدته يبقى الشيء ده حدث يبقى ناخد اي نيجي. لكن بص في البعضية بيقول نسي ما يضف النور قبل ما ينام ولذلك امه كانت غاضبة منه. يبقى معناها هفعل هذا الشيء ولم يفعلوه? لم يفعلو? بيدليل ان هو لو كان ضفاهم ماما هتزعل ليه منه? ما هو جات ليجته من نور نوف ازعلت منه. يبقى طول مصدر. طيب خلي بالك في البعديها. بيقول لما اخبرت وليدي المشكلة هي ادفايز. فعل ادفايز ممكن يا جواراتو المصدر. لما يكون في مفعول. لو في مفعول اقول اي ادفايز احمد تو تيك. اي ادفايز ماي فريند تو كزا. لكن ازا غاب المفعول بناخد اي نيجي ادفايز تيكينج اكورس. دكتور زيو جولي ادفايز اوفر ويت بيبل. هدي ادفايز فوق هنا مفيش مفعول. فخدت اي نيجي. لكن شايف هنا في مفعول اللي هم الاشخاص الزايدين في الوزن. فناخد لها تو المصدر. خلي بالنا يا جماعة. في اللي بعديها شلدرن شود بي انكوريج. شود بي انكوريج لابد ان يشجعوا يبقى تو المصدر طوله. هنا ويزاوت معروفة ويزاوت بيجي وراها اي نيجي. لكن هنا لما ناجي نقراها بيقول زا سي فلد فشل للس. ان يهرب بدون ما هو يلاحظ ولا بدون ما يلاحظ. ان يبقى مبني المجهول يبقى ما نتسرعش في الجراية او في الاختيار. لازم نقرأ بتأنه. يبقى نقول. طيب. تطلب مني. وراها مفعول تاخد طول مصدر سؤال سهل. اللي هو اسمه نعناها لا فائدة بناخد وراها اي ني جي. في كده بيجي وراها ايه? اي ني جي على اقول. اخر حاجة في الحلقة بقى. اللي هي بتتكلم عن الزام والضرورة. نركز كويس في القاعدة دي. وسهل ان شاء الله ما تخافوش منها. انا قلت اكتر من مرة ما حدش يخاف من القاعدة دي لانها ساعة. عايز يقول له لازم تجرب قطعة من الكيك بتاعتي. طب ليه ما قلناه شو هاف تو? هاف تو دي معناها الزام او اجبار. هقول له غصبن عنك لازم تجرب حد. في حد بيعزم على حد كده? يقول لما يكون في دعوة او عزومة او حي يقول له يو مصد. زي بالزبط ليه? بالله لا يتافق ليش? تفضل يعني حد. كل لو قلت له هاف تو. هاف تو دي معناها غصبن عنك. انت مجبر ملزم اجبار خارجي. الزام خارجي. انا هاغصبك. خلاص? يعني هي ممكن المدام تقول لها الزوجة يعني هاف تو. هو طبعا برضو غصبن عنه يعني لازم يهيدوه. خلاص يعني? او اي حاجة بقى قبل الامتحان عشان تفكو يعني طيب. نمبر تو. اي جو تو زا دنتست يستر دي. وده بعندي يبقى كلامي في الماضي يبقى اقول اي هاد تو. ممكن اقول دي دينت هاف. لكن لو كملت الكلام بيقول اي هاد اتوس ايك? عندي الم في الاسنان. يبقى اقول هاد تو اطريت. ما قلش ما اطريتش ان انا اره. تعتذر لي علي. يبقى عايزين نقول له انت لابد ان تعتذر لي علي. يبقى نقول له طب ليه مخدتش عايزة عايزة تو. غلط في المعنى. او تعاوزة تو. خلاص بص سهل والله العظيم جدا الدرس ده. الناس هتقول لك ممكن يجيب لي مع بعض ويجيب لي مصد ومش عارف ايه. والله ما تخافوا مش بيحصل الكلام ده. طيب. نمبر اتذكر ان ارسل ايميل لابن عمي. ده عيد ميلاده. يبقى ده حاجة نابع من داخلي. انا يبقى اقول اي مصد. لانها الزام داخلي. نابع من داخل الشخص. طيب. يو هاف بروت فود. تحضر طعام. وي اريدي هاف الوط. يبقى عايزين نقول ما كانش في داعي انك تحضر طعام. التعبير اللي اسمه نيدنت هافو التصريف التابع. عارفين نيدنت هافو التصريف التالت ده. معناها الشيء اللزي فعلته لم يكن من الضروري. لكن للاسف انك ايه? فعلته. ضيب. يو بي اتين. لازم يكون عندك تمنداشر سنة. يبقى نقول يو هاف تو. فعش نقول نصيحة. دي فيها نصيحة? عنصح انك تبقى عندك تمنداشر سنة. مين فعش? ضيب. اللي بعدها بيقول يو واش زا كار. تخسر السيارة. ات ويل اه اي ويل واش اتومورو. انا علشان انا لا هقصلها لك. بيقول له نيدنت. يجي حد يقول لي نيدنت. فين تو دي? مش نيد دي بتاخد تو? نقول له لا. نيد ونيدس تو ونيدد كلهم دول بياخدوا تو معهم. مع هذا نيدنت بتأتي بدون تو. من غير تو يا جماع. خلاص? طيب. رقم تمانية بيقول زا صين اللافتة والاشارة او يفطى. في الحديقة سايز بتقول زا بيبل انه الناس. وظالمها يفطى وحقيق اه او بتبقى مسلا قانون او حي زي كي بتبقى مصد او مصد. وين يو جوتو باريس لما تروح باريس يو فيزت زا ايفل تور اتس اميزن. انا بوجه لك مسيحة هنا او دعوة. اقول لك يو مصد لابد ان تزوره. مش انت مجبر. غصبا عنك لازم تروح تزور بورج ايفل. لأ اه هاف تو دي معناها انت مجبر غصبا عنك. طيب ممكن حد روح يقول لي نيت. عايزة تو يا جماعة. برضو عاوزة تو. سهل درج سهل جو. نمبر تين بيقول اي نيو زات زا تست ويل بي بوست بونت. انا عارف انه الاختبار سوف يؤجل. فور نيكست ويك في الاسبوع اللي جاي. خلاص? كلامك في الماضي يستر دي. ده صح كلام في الماضي. بس معناها حشرح لك ليه ما اخدناهاش. ونيدن دي بعناها مضارع. نيدن والمصدر ده مضارع. فتفضل عندي ونيدن معناهم لست مضطرا او لم اكن مضطرا ان اراجع. لتنين معناهم لم اكن مضطرا ان اراجع. لكن معناها لم اكن مضطر وللاسف انا عملت كده. زي لما يقول يا ما كنتش مضطر ان اشتري فاكه. لك للاسف اهو الكياس في ايدي. خلاص? او شنط معاي. او اشتريت خمسة ستة كيلو مش عارف ايه. يبقى معناها قامة بالشيء. لكن بيقول انا كنت عارف ان الامتحانة يتأجل. واحد عارف ان الامتحانة يتأجل يروح يزاكر. خلاص? لا. فيقول انا ما راجعتش عشان اعرفت ان الامتحانة يتأجل يبقى لم اكن مضطرا وبالفعل لم اقم بذلك. في رقم احداش بيقول يا ستر دي وزا هولدين. بارح كان اجاسس. ولزلك كنت مضطر ان انا اصحب ادري ما كنتش مضطر. ما كنتش مضطر وكلامي في الماضي اقول دي دينت نيت تو. يجي حد يقول لني دينت. نقول لني دينت هاف فيديو اراها تصريف تالت يا بو. تبقاش جت. تبقى جتة. طيب. داز شي. داز شي تيك. مش هينفع معي هنا غير هاف تو. عنو نيت بتحتاج تو هنا. فنقول داز شي هاف تو. مصد وشد مش بيحتاجوا لداز ودو. في المساعد اصلا. هم اصلا اصلا اساسا يعني. نمبر سيرتين بيقول يو فورجت تو دو يور همير. عايز نقول له ما تنساش. للتحزير. للتحريم. للمنع. بناخد كلمة مصند. اي باي ماي ماذر ابريزن. اشتري هدي الموة فور هير بيرس دي. اي بروميس دي هير انا وعدتها يبقى ديق على دول مش عايز تفكير نقول مصد. انا لازم اشتريها. خلاص? مش مجبر. لا بس يعني الزام داخلي. منابع من الشخص نفسه. طيب في رغم خمسة عشر بيقول. we can walk to the bookshop. if you want. if you want. لو انت حاب ان احنا تمشى. انا معاك. ولكن مش ضروري ان احنا نتمشى. ليه? تعال انو تبيس بياجي من هنا. يبقى لستة مضطرة ان اللي هي اسميها ايه? اللي هي اسميها don't have to. خلاص? she isn't late. هي ليست متأخر. راح بادري يعني. she isn't late for school. هي مش بتأخر عن المدرسة. so she hurry. ليست مضطرة ان تجري. يبقى so she needn't hurry. لو عايز تاخل doesn't have. يقول doesn't have two. طيب. he broke his leg yesterday. رجله اتكسرت بارح. and two hospital. قال لما احنا بتكلم في الماضي. يبقى نقول had two. درس سهل خالص والله. اخر كام جملة في فيديو النهاردة بيقول اني انجلنت في انجلتيرا موست بيقول معظم الناس. work until they are 67. لابد ان يعملوا حتى يصلوا الى سن السبع وستين. يبقى مضطرين ان يعملوا. مش الزام داخلي. اللي هو work اللي هو يروح الشغل يعني موظف حكومة وحيات زي كده عشاني طلع على المعاش. فنقول have two ملزم. لانه ده بقانون هم هم. هم في الشغل بيجبروه. زي لما اقول انا لابد ان انا ارتدي uniform. انا بقول I have two wear uniform. ده لما بيلبسه انا مش مش بمزاجي. انا مغصوب عليه. انا لو علي انا عايز اروح انا رجل صعيدة عايز اروح بالجلابية. مش عايز اروح المدرسة اصلا بالزيت تاعهم ده. وفي واحد طبعا تاني مختلف عنينا خلاص. مش عايز اروح المدرسة اصلا يعني. دي طبعا بتختلف خلاص. دايب. ونفعش اقول ايه مصد. عشان هم اللي بيجبروني على اني انا اشتغل لحد سن سبعة وستين. يو شو يور باسبورت. لازم توزر الباسبورت. مفيش مصد هنا. فاضطر ان انا اخد ايه? اخد هاف تو. لابد انك تجيب الباسبور بتاعك لما تحب تسافر او تغادر ايه البلاد. اخر سؤال في حلقة النهاردة. وفي ليلة المراجعة المتحان كلها ان شاء الله بيقول. نجري الى المتحف كان جفل لما احنا وصلنا هنا. خلاص? فعندي اجابتين هنا ينفعه. خلي بالك كلمة دي. ممكن تبقى مصدر. ممكن تبقى تصريف تالت. فلو كانت مصدر تنفع لو كانت تصريف تالت تنفع طب انا مش عارفه. يبقى لازم اركز في الجملة كويس. بيقول احنا ما كناش مضطرين احنا نجري لحد المتحف. مضطرين احنا نجري. طب هم قاموا بهذا الشيء. يعني جروا. ولا لم يقوموا بهذا الشيء. لو كانوا جروا. ها? حناخد لو كانوا ما قاموش بهذا الشيء وما جروش حناخد طيب نقرأ كده الكلام. بيقول لما وصلنا هناك الجنهة قفل. يبقى جارو ولا لا? يبقى جارو يبقى ناخد. لحد هنا الحمد لله يكون ربنا وفقني ان شاء الله ان انا ساعدكم ولو بجزء صغير او بحاجة بسيطة ان شاء الله تخليكم تقدروا تدخل الامتحان. اه لي طلب او رجاء اخير يعني في نهاية الفيديو غير انكم تدعولي. لي رجاء انكم بعد متطلع من الامتحان ان شاء الله او بكرة الصبح ان شاء الله في فيديو طبعا الساعة ستة ما تنسوهوش. فيديو باخر التكات والحركات عشان ايه نشيك على الايه? هنشيك على انجليزي كده بسرعة. ونديك شوية ملحوظات وحاجات مهمة عشان تشوف نفسك هتعمل ايه في البراجراف والمحادثات والتراجم والقضاء هتصرف فيها ازاي? وايه السؤال اللي تبدأ بيه? كده? كل الكلام ده هنجله للفيديو ان شاء الله بتاع ستة الصبح بكرة بازن الله. لكن ما ننساش يا جماعة ان احنا بعد ما نطلع من الامتحان بازن الله نكتب كل اللي احنا عايزين نسأل عنه او كل تعليقاتنا هنكتبها في الفيديو بتاع ساعة ستة الصبح اللي هنزل بكرة ان شاء الله. كل حاجة يعني عاوز تقولها اي كومنت معاه اي حاجة اكتبها في اه تدوني رأيكم عن الامتحان ان شاء الله وربنا ان شاء الله يعني ما يخيبش رجائي وما يخيبش رجائكم ورجاء ناسكم في البيت انه كون الامتحان كله بعون الله من الفيديوهات اللي احنا شرحناها وربنا يعود تعبنا وتعبكم ان شاء الله من اول السنة على خير ان شاء الله واشوفكم باحسن درجات وكل الناس تكون ضالع من الامتحان مقفلة باذن الله. هشكركم على حسن استماعكم وتعبتكم معي في يوم النهاردة. جيبكم من الساعة اتناشر الظهر ومجاعدكم جدام الموبايلات والكمبيوتر وكده لغاية ما وصلنا يدينا لحد الساعة يعني دخلنا في الساعة تسعة او خلاص يعني. فيا يعني تعبتكم من هاردة اشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوني من خالص دعائكم.